جلباب المرأة المسلمة بسم الله الرحمن الرحيم باب المقدمات مقدمة الطبعة الجديدة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه هي الطبعة الجديدة لكتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة وهي تختلف عن سابقاتها بزيادات هامة في جوانب عديدة أهمها تلك الزيادة في الأحاديث وآثار السلف الدالة على أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة فمثلا هناك زيادة خمسة أحاديث من الصفحة السبعين إلى الثانية والسبعين حيث أصبح عدد الأدلة ثلاثة عشر دليلا بدلا من ثمانية أدلة في الطبعات السابقة وكذلك أضفنا في هذه الطبعة عددا من أهم الآثار السلفية الدالة على ذلك يجدها القارئ في صفحة ست وتسعين ومائة وثلاثة وأهم من ذلك كله تلك الصفحات التي ألحقناها به الصفحة الحادية والخمسين والثالثة والخمسين وبينا فيها دقة نظر ابن عباس ومن تبعه من الصحابة والمفسرين في تأويل قوله تعالى إلا ما ظهر منها وأن المراد الوجه والكفان والمعنى إلا ما ظهر عادة بإذن الشارع وأمره فلا يرد حينئذ الاعتراض أو الإشكال الذي كنت أوردته على تفسير ابن جرير والقرطبي هناك فراجعه فإنه مهم جدا وفيه بيان أن الفضل في التنبه لهذا يعود إلى الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه الجامع النظر في أحكام النظر وذلك من بركة الاستمرار في البحث وطلب العلم للوصول إلى الحق مما اختلف فيه الخلق في الصفحة الرابعة عشرة بعد المئة والسابعة عشرة بعد المئة حول قطورة استخدام الخادمات الكافرات في بيوت المسلمين وكذلك الزيادة من الصفحة الحادية والعشرين بعد المئة إلى الثالثة والعشرين بعد المئة حول بعض ألوان ثوب المرأة والتي قد تعتقد بعض النساء أنها من الزينة وهي ليست كذلك والأدلة عليها بالإضافة إلى العديد من الزيادات المعلولة والمختصرة يجدها القارئ مبثوثة في مواقع مختلفة حسب ما يقتضيه البحث والتدقيق العلمي ومن ناحية أخرى فإن هناك فقرات كانت في الطبعات السابقة في الهامش فرأينا في هذه الطبعة أن تنقل إلى المتن لأهميتها وضرورة إبرازها كالمادة الموجودة من الصفحة 74 إلى 79 تحت عنوان إبطال دعوى أن هذه الأدلة كلها كانت قبل فرضية الحجاب بالإضافة إلى فقرات متفرقة نقلت من الهامش إلى المتن حسب ما رأينا أن المصلحة تقتضي ذلك هذا وقد شرعت منذ مدة ليست بالقصيرة ربما قاربت السنتين بكتابة مقدمة لهذه الطبعة الجديدة اضطررت من خلالها أن أتعرض لبعض الذين تناولوا كتاب هذا أو بالأحرى قولي بأن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة تناولوه بالنقد غير العلمي والمصحوب بالتجريح كأني أنتصر لهذا الرأي متبعا فيه هواي ولا سلف لي فيه فبدأت باستعراض أدلتهم وردودهم وتتبع أقوالهم وشبهاتهم واحدة واحدة غالبا كما عنيت بالرد على الشيخ التويجري عناية خاصة في كتابه الصارم المشهور لأنه كبيرهم في ذلك ومن أسبقهم وأحيانا أرد عليهم ردا عاما وهذا حينما يكون الدليل واضحا لا لبس فيه ولا غموب وهكذا حتى وجدتني قد تجمع عندي ما يزيد على مئة صفحة بخط يدي من الحجم الكبير أي أنه لو أتممته ونسقته لقارب حجمه هذا الكتاب الأصل أو يزيد مما جعل أمر إلحاق هذا الذي تجمع تحت اسم مقدمة الطبعة الجديدة لهذا الكتاب أمرا غير مناسب من جوانب عديدة منها أن حجمه سيزيد إلى الضعف ومنها وهو الأهم تلك البحوث المتخصصة النادرة التي تناولتها بالبحث فرأيت بعد نظر وتفكير أن أصل هذا الذي كتبته عن هذه المقدمة وأن أخرجه كتاباً مستقلاً ليكون بياناً للناس ولعله إن شاء الله يكون هكذا أنفع لهم وأسهل تداولاً وسميته الرد المفهم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم إنه سنة ومستحب ولكن يبدو لي أنه لا بد هنا من أن أحصر أهم أخطاء المخالفين المتشددين بالقدر المستطاع من الإيجاز فأقول أولاً فسروا الإبناء في آية الجلابيب الآتية بتغطية الوجه وهو خلاف أصل هذه الكلمة في اللغة وهو التقرب كما في كتب اللغة وكما أفاده العلامة الراغب الأصبهاني في المفردات ثم قال ويقال دانيت بين الأمرين أدنيت أحدهما من الآخر ثم ذكر الآية ويكفي في ذلك حجة أن ابن عباس ترجمان القرآن فسرها بذلك فقال تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به أي لا تستره وسيأتي تخرجه قريباً وأن ما احتج به مما ينافيه لا يصح عنه ثانياً فسر الجلباب بأنه الثوب الذي يغطي الوجه ولا أصل له في اللغة أيضاً بل هو ينافي تفسير العلماء بأنه الثوب الذي تلقيه المرأة على خمارها ولم يقول على وجهها حتى الشيخ التويجري نفسه حكى هذا التفسير عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف وهو الذي كنت ذكرته في الكتاب كما سيأتي في الصفحة الثالثة والثمانين ثالثاً أصروا جميعاً على أن الخمار غطاء الرأس والوجه فزادوا تفسيره الوجه من عند أنفسهم ليجعلوا آية وليضربن بخمرهن على جيوبهن حجة لهم وهي عليهم لأن الخمار لغة غطاء الرأس فقط وهو المراد كلما جاء ذكره مطلقاً في السنة كأحاديث المسح على الخمار وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار بل هذا الحديث يؤكد بطلان تفسيرهم لأن المتشددين أنفسهم فضلاً عن أهل العلم لا يستدلون به على شرطية ستر المرأة لوجهها في الصلاة وإنما الرأس فقط فاسألوهم إن كانوا ينطقون ويزيده تأكيداً تفسيرهم لقوله تعالى في آية القواعد أن يضعن ثيابهن بالجلباب فقالوا فيجوز للقاعدة أن تظهر أمام الأجانب بخمارها كاشفة وجهها صرح بذلك أحد فضلائهم أما الشيخ التويجري فيشير إلى ذلك ولا يفصح كما هو مشروح في موضعه من الرد المفهم وقد تتبعت أقوال العلماء سلفاً وخلفاً في كل الاختصاصات فرأيتهم أجمع على أن الخمار غطاء الرأس وسميت ثمة أكثر من عشرين عالماً وفيهم بعض الأئمة والحفاظ ومنهم أبو الوليد الباجي المتوفى سنة أربع وسبعين وأربعمائة للهجرة وزاد هذا في البيان فقال جزاه الله خيراً ولا يظهر منها غير دور وجهها رابعاً ادعى الشيخ التويجري الإجماع على أن وجه المرأة عوراً وقلده في ذلك كثير ممن لا علم عنده وفيهم بعض الدكاترة وهي دعوى باطلة لم يسبقه أحد إليها وكتب الحنابلة التي تفقها عليها فضلاً عن غيرها كافية للدلالة على بطلانها وقد ذكرت هناك في الرد كثيراً من عباراتهم مثل عبارة ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح وفيها أن مذهب الأئمة الثلاثة أنه ليس بعورة قال وهو رواية عن الإمام أحمد وقد رجح هذه الرواية كثير من الحنابلة في مصنفاتهم كابني قدامة وغيرهما ووجه ذلك صاحب المغني بقوله لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء ومنهم العلامة ابن مفلح الحنبلي الذي قال فيه ابن قيم الجوزية ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح وقال له شيخه ابن تيمية ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح وهنا أرى لزاما علي أن أبادر إلى نقل كلام هذا المفلح إلى القراء لما فيه من العلم والفوائد العديدة التي منها تأكيد بطلان دعوى الشيخ التويجري ومنها موافقة كلامه رحمه الله ومن ذكر معه من العلماء العلام لصحة ما اخترته في هذه المسألة سابقا ولاحقا قال في كتابه القيم الآداب الشرعية وهو من مراجع الشيخ التويجري الأمر الذي يدل على أنه على علم به ولكنه يكتم الحقائق العلمية عن قراء كتابه ثم يدعي خلافها قال المفلح رحمه الله هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق ينبني الجواب على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها في المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري رواه مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى وفي هذا خجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي ذكره الشيخ محي الدين النووي ولم يزد عليه ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه في الصفحة 170 ويتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض وموافقة النووي عليه ثم قال المفلح فعلى هذا هل يشرع الإنكار ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الخلاف فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي الإنكار قلت وهذا الجواب يلتقي تماما مع قول الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه قلت وهذا لو كان الحق معه فكيف إذا كان مبطلا مكابرا مضللا إن لم نقل مكفرا فقد قالت توجري في كتابه في الصفحة التاسعة والأربعين بعد المئتين ومن أباح السفور للنساء يعني به سفور الوجه فقط واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه وجرأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن وفي مكان آخر في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئتين إلى الإلحاد في آيات الله كذا قال أصلحه الله وهداه فماذا يقول في ابن مفلح والنووي والقاضي عياض وغيرهم من المقدسيين ومن سبقهم من الجمهور الذين هم سلف فيما ذهبت إليه خامسا اتفاق التوجري ومن معه من المتشددين على تأويل الأحاديث الصحيحة حتى لا تتعارض مع رأيهم كما فعلوا بحديث الخثعمية وقد تلونوا في إبطال دلالته على وجوه مضحكة مبكية رددتها هناك وأحدها سيأتي في الكتاب في الصفحة الرابعة والستين مع إبطاله ومع ذلك فلا تزال طائفة منهم يصرون عليه وهو زعمهم أنها كانت محرمة وهم يعلمون أن إحرامها لا يمنعها من السدل على وجهها والتوجري يسلم تارة بأنها كانت سافرة ولكنه يعطل دلالته بقوله ليس فيه دليل على أنها كانت مستديمة لكشفه يريد أن الريح كشفت عن وجهها وفي هذه اللحظة رآه الفضل بن عباس فهل يقول هذا عربي يقرأ في الحديث فأخذ الفضل ينظر يلتفت إليها وفي الرواية الأخرى فطفق ينظر إليها وأعجبه حسنها أليست هذه مكابرة ولها قرنان بارزان وتارة يؤوله بالنظر إلى قدها وقوامها إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة التي بينا بطلانها مع ذكر أحاديث أخرى تأولوها على هذا النحو رددناها هناك سادسا تواطؤهم على الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والآثار الواهية كحديث ابن عباس في الكشف عن العين الواحدة مع علمهم بضعفه المبين في الكتاب في الصفحة الثامنة والثمانين ضمن الجواب عنه بل قد ضعفه أحدهم إلى غير ذلك من الأحاديث التي فصلت القول بضعفها هناك ومن أهمها حديث أفعميوان أنتما فقد تتابع على تقويته تقليدا للتويجري وهذا لغيره وعلى الاحتجاج به على تحريم نظر المرأة إلى الرجل ولو كان أعمى مع أنه ضعيف عند المحققين من الحفاظ كالإمام أحمد والبيهقي وابن عبد البر ونقل القرطبي أنه لا يصح عند أهل الحديث وعلى ذلك جرى كثير من الحنابلة من المقادسة وغيرهم وهو الذي يقتضيه علم الحديث وأصوله كما هو مبين في الإرواء الجزء السادس الصفحة العاشرة بعد المئتين ومع ذلك كله تجرأ الشيخ عبد القادر السندي مسايرة منه للشيخ التويجري وغيره فزعم أن إسناده صحيح ففضح بذلك نفسه وكشف به عن جهله أو تجاهله للأسف لأن فيه مجهولا لم يروي عنه غير واحد مع مخالفته لأولئك الأعلام وقد جاء في تأييد زعمه على خلاف ما عهدناه عنه بالعجب العجاب من التدليس والتضليل والتقليد وكتم العلم والإعراض عن قواعده مما لا يخطر في بال أحد وهذا كله مشروح هناك في نحو أربع صفحات كبار ومن ذلك تجاهله أنه معارض لحديث فاطمة بن تقيس وإذنه لها بالنزول في دار ابن أم مكتوم الأعمى وهي ستراه حتما وعلّل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله لها فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك وفي رواية للطبراني عنها قالت وأمرني أن أكون عند ابن أم مكتوم فإنه مكفوف البصر لا يراني حين أخلع خماري وثمت أحاديث أخرى وهي حشرها التويجري في كتابه وقد ذكرت هناك على سبيل المثال عشرا منها وفيها بعض الموضوعات سابعا تهافتهم على تضعيف بعض الأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة عن الصحابة وتجاهلهم الطرق المقوية لها أو تضعيفها من بعضهم تضعيفا شديدا كحديث عائشة في المرأة إذا بلغت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفاها فقد أصر على الاستمرار في تضعيفه يقلد الجاهل فيهم من لا علم عنده مخالفين في ذلك من قواه من حفاظ الحديث كالبيهقي والذهبي كما كنت ذكرت ذلك عنهما في الكتاب كما سيأتي صفحة 57-59 وتجاهل أكثرهم طرقه ومنهم بعض الأفاضل بل صرحت ويجري في الصفحة السادسة والثلاثين بعد المائتين أنه لم يأتي إلا من حديث عائشة وقد رأى بعينه في الموضع المشار إليه من الكتاب طريقين آخرين أحدهما عن أسماء بنت عميس والآخر عن قتادة مرسلا بسند صحيح عنه وقلده في ذلك كثير من المقلدة وفيهم بعض النسوة كمؤلفة ما سمته حجابك أخت المسلمة في الصفحة الثالثة والثلاثين كما تجاهلوا تقوية من ذكرنا من الحفاظ وغيرهم كالمذري والزيلعي والعسقلاني والشوكاني وتنطع بعضهم ممن يظهر نفسه أنه من العارفين بهذا العلم الشريف وفي مقدمتهم الشيخ السندي فادعوا شدة ضعف بعض رواته لكي يفروا من قاعدة تقوية الضعيف بمثله موهمين ومدلسين على القراء أنه لا موثق لهم ولا يستشهد بهم ومنهم عبد الله بن لهيعة مخالفين في ذلك طريقة علماء الحديث في الاستشهاد به ومنهم الإمام أحمد وابن تيمية رحمة الله عليهما كما تجاهلوا جميعا أن العلماء ومنهم الإمام الشافعي يقوون الحديث المرسل إذا عمل به أكثر العلماء وقد عملوا بهذا الحديث كما تقدم ويأتي في الكتاب يضاف إلى ذلك مقويات أخرى الأول أنه روي عن قتادة بسنده عن عائشة الثاني أنه جاء من طريق أخرى عن أسماء الثالث أنه عمل به هؤلاء الرواة الثلاثة ألف أما قتادة فقد قال في تفسير آية الإدناء أخذ الله عليهن أن يقنعن على الحواجب يعني وليس على وجوههن كما قال الطبري باء وأما عائشة فقالت في المحرمة تسدل الثوب على وجهها إن شاءت رواه البيهقي بسند صحيح قلت فتخير عائشة المحرمة في السدل دليل واضح على أن الوجه عندها ليس بعورة وإلا لأوجبت ذلك عليها كما يقول المخالفون ولذلك كتم قولها هذا عن قرائهم جمهور هؤلاء المؤلفين المتشددين وفي مقدمتهم التويجري وتعمد حذفها من رواية البيهقي هذه مؤلف فصل الخطاب وله أشياء أخرى من هذا القبيل بيّنتها هناك والشاهد أن هذا الأثر الصحيح عنها مما يقوي حديثها المرفوع وهذا مما جهله القوم أو تجاهلوه وأحلاهما مر جيم وأما أسماء فقد صح أن قيس بن أبي حازم رآها امرأة بيضاء موشومة اليدين كما سيأتي في الكتاب مخرجا وذلك من فوائد هذه الطبعة الرابع أثر بن عباس المتقدم في الصفحة السادسة تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به ومثله تفسيره لآية الزينة إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين كما تقدم أيضا ويأتي في الكتاب في الصفحة التاسعة والخمسين ومعه أثر بن عمر أيضا مثله ولا بد لي بهذه المناسبة من التنبيه على حقيقة مرة للعبرة والتعريف والتذكير بالحكمة القائلة الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف الرجال ذلك أن الشيخ التويجري في الوقت الذي يصر فيه على رفض حديث عائشة هذا مع ما له من الشواهد منها حديث قتادة المرسل فإنه يقبل حديثا آخر لها فيه أنها انتقبت وفيه أنها قالت في صفية ونساء الأنصار يهودية بين يهوديات وسنده ضعيف أيضا ومتنه منكر جدا كما ترى ومع ذلك فإن الشيخ يقويه بقوله في الصفحة الحالية والثمانين بعد المئة وله شاهد مرسل ثم ذكره من مرسل عطاء وفي إسناده كذاب فليتأمل القراء الفرق الكبير بين هذا الشاهد الموضوع وبين الشاهد الصحيح للحديث الأول عن قتادة مع الشواهد الأخرى له ثم ليقل لماذا قبل التويجري حديث عائشة هذا ورفض ذاك الجواب لأن المقبول فيه الانتقاب مع أنه لا يفيد الإيجاب والمرفوض ينفيه فإذن الشيخ لا ينطلق فيما يذهب إليه هاهنا من القواعد العلمية الإسلامية وإنما من مثل القاعدة اليهودية الغاية تبرر الوسيلة والله المستعان ثامنا وأخيرا من عجائب بعض المتأخرين من الحنفية المقلدين وغيرهم أنهم تقليدا منهم لأئمتهم يتفقون معنا على المخالفين المتشددين لكنهم سرعان ما يتفقون معهم على أئمتهم وذلك أنهم اجتهدوا وهم المقلدون فقيدوا مذهب الأئمة فقالوا بشرط أمن الفتنة يعنون فتنة الرجال بالنساء ثم غلى أحد الجهلة من المقلدة المعاصرين فنسب هذا الشرط إلى الأئمة أنفسهم فنتج من ذلك عند بعض من لا علم عنده إلا التحطيب والتحويش أن لا خلاف بين الأئمة والمخالفين وليس يخفى على الفقيه حقا أن الشرط المذكور باطل يقينا لأنه يعني الاستدراك على رب العالمين ذلك لأن الفتنة بالنساء لم تحدث فيما بعد حتى نوجد لها حكما خاصا لم يكن من قبل بل إنها كانت في عهد التشريع وما قصة افتتان الفضل بن العباس بالمرأة الخثعمية وتكراره النظر إليها ببعيدة عن ذاكرة القراء الكرام ومن المعلوم أن الله تعالى لما أمر الرجال والنساء بغض الأبصار وأمر النساء بالحجاب والتستر أمام الرجال إنما جعل ذلك سدا للذريعة ودرءا للفتنة ومع ذلك لم يأمرهن عز وجل بأن يسترن وجوههن وأيديهن أمامهم وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشار إليها بعدم أمره المرأة أن تستر وجهها وصدق الله القائل وما كان ربك نسيا والحقيقة أن الشرط المذكور إنما ذكره العلماء ومنهم مؤلف الفقه على المذاهب الأربعة في الصفحة الثانية عشرة في نظر الرجل إلى وجه المرأة فقالوا يجوز ذلك بشرط أمن الفتنة وهذا حق بخلاف ما فعله المقلدة فكأنهم استلزموا أن تستر المرأة وجهها وجوبا ولا تلازم فإنهم يعلمون أن الشرط المذكور بحق لازم أيضا على النساء فلا يجوز لهن النظر إلى وجه الرجال إلا إذا أمنت الفتنة فهل يستلزمون منه أن يستر الرجال أيضا وجوههم عن النساء درءا للفتنة كما كانت تفعل بعض القبائل المعروفين بالملثمين ولو أنهم قالوا يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليها إذا خشيت أن تصاب بأذى من بعض الفساق لإسفارها عن وجهها أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة بل يقال إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين من رئيس لا يحكم بما أنزل الله كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على كل النساء في كل زمان ومكان وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا وصدق الذي قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذه هي أهم أخطاء المخالفين المتشددين التي رأيت أنه لا بد من ذكرها هنا مع الاختصار قدر الاستطاعة لصلتها القوية بالكتاب كما هو ظاهر ثم ختمت الرد المفهم بالتذكير بأن التشدد في الدين مع نهي الشارع الحكيم عنه لا يأتي بخير ولا يمكن أن يخرج لنا جيلا من الفتيات المسلمات يحملنا الإسلام علما وتطبيقا بتوسط واعتدال لا إفراط فيه ولا تفريط لا كما بلغني عن بعض الفتيات الملتزمات في بعض البلاد العربية أنهن لما سمعن بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين لم يتجاوبن معه وقلن ننتقب ونفدي وما كان هذا منهن إلا لما يقرع مسامعهن من التشديد في وجوههن إنني لا أستطيع أن أتصور أن مثل هذا التشديد وهذا واحد من أمثلة لدي يمكن أن يخرج لنا نساء سلفيات بإمكانهن أن يقمن بكل ما تطلبه حياتهن لاجتماعية المشروعة على نمط ما كان عليه نساء السلف الصالح ولا بأس من ذكر نماذج صالحة منهن مع تلخيص الروايات اكتفاء بسوقها بألفاظها مخرجة هناك فمنهن أم شريك الأنصارية التي كان ينزل عليها الضيفان كما في الحديث الآتي في الكتاب في الصفحة السالسة والستين وامرأة أبي أسيد التي صنعت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يوم دعاهم زوجها أبو أسيد يوم بنا بها فكانت هي خادمهم وهي العروس وأسماء بنت أبي بكر التي كانت تخدم الزبير زوجها تعلف فرسه وتكفيه مؤنته وتسوسه وتنقل النوى على رأسها من أرض الزبير وهي على بعد ثلثي فرسخ أكثر من ثلاثة كيلومترات وتدق النوى والمرأة الأنصارية التي استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم وبسطت له تحت النخيل ورشت حوله وذبحت شاتا وصنعت له طعاما فأكل هو وأصحابه وعائشة وأم سلين التي كانتا تحملان القرب وتسقيان القوم وكما سيأتي في الصفحة الأربعين والربيع بنت معوذ التي كانت تنفر مع نساء الأنصار فيسقين القوم ويخدمنهم ويداوين الجرحة ويحملن القتلى إلى المدينة وفي حديث آخر نحوه وفيه أنهن كن يعطين من الغنيمة وأم عطية التي غزت معه صلى الله عليه وسلم سبع غزوات تخلفهم في رحالهم وتصنع لهم الطعام وتداوي الجرحة وتقوم على المرضى وأم سليم أيضا التي أخذت يوم حنين خنجرا فقال أبو طلحة يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فلما سألها صلى الله عليه وسلم قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنة فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك وجر الأمر على هذا المنوال بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أسماء بنت يزيد الأنصارية قتلت يوم اليرموك سبعة من الروم بعمود فسطاطها ومثلها نساء خالد بن الوليد فقد رآهن عبد الله بن قرط في غزوة الروم مشمرات يحملن الماء للمهاجرين وهذه سمراء بنت نهيك الصحابية رآها أبو بلج عليها درع غليظ وخمار غليظ الدرع هنا فيما يبدو لي هو الجلباب ففي كتب اللغة درع المرأة قميصها وذكروا من معاني القميص الجلباب بيدها سوطة تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلى غير ذلك من النماذج الرائعة المبسوثة في كتب السير والتاريخ ولكنني التزمت الصحة فيما ذكرت وهي كلها واضحة الدلالة على أن هذه الخدمات والبطولات ما كانت لتصدر من هذه النسوة الفاضلات لو كن متزمتات يرين أن الوجه والكفين من العورة كتلك الفتيات ذلك أمر بدهي فيما أرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهن على الحنيفية السمحة السهلة وهذا هو الذي نريده من إخواننا المشايخ وكل داعية إلى الإسلام أن يكون مصداق قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقوله كنت خير أمة أخرجت للناس حذرين من الوقوع في الغلو المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين لا تشدد على أنفسكم فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات مذكرا والذكرى تنفع المؤمنين أن تحقيق ذلك لا يمكن إلا بنبذ التعصب المذهبي ودراسة السنة والسيرة النبوية الصحيحة من قول وفعل وتقرير مع الاهتمام بمعرفة ما كان عليه السلف من أمور دينهم وصح عنهم وبذلك نكون حقا هداة مهديين ونرجو أن يصدق علينا كما صدق عليهم قول رب العالمين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هذا وقد بدى لي وأنا في صدد تحضير مادة الرد المفحم أن أستبدل اسم الكتاب حجاب المرأة المسلمة بجلباب المرأة المسلمة لما بينهما من الفرق في الدلالة والمعنى كما كنت استظهرت ذلك في الكتاب كما سيأتي في الصفحة الثالثة والثمانين ولأن موضوع الكتاب ألصق بهذا الاسم دون ذاك فبينهما عموم وخصوص فكل جلباب حجاب وليس كل حجاب جلبابا كما هو ظاهر وشجعني على ذلك أنني رأيت المخالفين خلطوا بينهما كما بينته في البحث الثاني من الرد المفحم واستشهدت على ذلك بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فآية الجلابيب عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ولذلك فقد انشرح صدري لنشره الآن بهذا العنوان جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه وقد قام بنشره صهر الكريم نظام سكجها صاحب المكتبة الإسلامية جزاه الله خيرا وللتاريخ أقول إنه وحده يملك حق طبعه ونشره على هذه الحلة الجميلة التي تحلى بها لأول مرة وسابقا كنت أعطيت حق طبعه الطبعة الثانية لصاحب المكتب الإسلامي زهير الشاويش واستمر في طبعه على الأوفيست عدة طبعات وقفت على السادسة منها وقد سقط منها السطر الأول من الصفحة التاسعة والأربعين ولا أدري إذا كان مستمرا في طبعه رغم أني أنذرته بأن لا يعيد طبع شيء من كتبي لا صفا جديدا ولا تصويرا لما ظهر لي بعد هجرتي إلى عمان من إخلاله بالأمانة العلمية والمادية وحق الصحبة ولا أقول حق المشخة التي يدعيها لي مما لا مجال لذكره في هذه المقدمة وحسب القراء الكرام مثال واحد على ذلك أنه قرن اسمه مع اسمي في تحقيق كتاب التنكيل وليس له فيه ولا حرف واحد من التحقيق ثم طبعه دون علمي طبعا بهذا التزوير ونشره على الناس ولقد كان أحد المشهورين بطبع الكتب سرقة في مصر قد سطى على الكتاب وزور فيه اسما آخر لعالم معاصر متوفى قرنه محققا معي فغار منه صاحبنا القديم فقرن اسمه الكريم معه ومعي كل ذلك تغيير شكل من أجل الأكل فلينظر القارئ الكريم أيهما شر وقد فصلت القول في صنيعهما هذا في مقدمة الطبعة الجديدة للتنكيل نشر مكتبة المعارف في الرياض وله من مثل هذا الشيء الكثير والكثير جدا مما هو مبسوط في مقدمات الكتب التالية صحيح الكلم الطيب الطبعة الجديدة مكتبة المعارف صفة الصلاة الطبعة الجديدة للمكتبة نفسها مختصر صحيح مسلم للمنذري الطبعة الجديدة للمكتبة الإسلامية مختصر صحيح البخاري المجلد الثاني وقد صدر حديثا بهمة دار بن القيم الدمام خاتمة ثم إنني لما عزمت على وضع هذه المقدمة كان الإخوة الذين نضدوا حروف الكتاب في مركز دار الحسن لصف الكمبيوتر قد قدموه إلينا مخرجا منتظرين منا أن نقدم إليهم المقدمة لينضدوها أيضا ويضموها إلى الكتاب ولكني بسبب الاضطرار المذكور في أول المقدمة تبين لي أن الكتاب سيتأخر نشره ولذلك وجدت نفسي ألحق بالكتاب المنضد والمخرج فوائد جديدة أخرى غير التي كانت نضدت من قبل كنت أعثر عليها في أثناء تحضير الرد ولا تسمح نفسي إلا أن أطلع القراء عليها أفعل هذا وأنا ذاكر أن مثل هذا الإلحاق والكتاب مخرج مما لا يستسغه المنضدون من أجل ذلك فإنني أقدم اعتذاري إلى الإخوة الأفاضل القائمين على المركز مرتين لهذا الإلحاق أولا ولا سيما وقد بلوا منا بنحوه سابقا فتحملونا جزاهم الله خيرا ولهذا التأخير الذي لا عهد لنا ولا لهم بمثله ثانيا ولكنه مشيئة الله وقدره فنعتذر إليهم والعذر عند كرام الناس مقبول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عمان في الخامس من شهر محرم سنة 1412 للهجرة محمد ناصر الدين الألباني بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الثانية الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على أفضل رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه وإخوانه المتمسكين بسنته والمهتدين بهديه إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي الطبعة الثانية لكتابنا حجاب المرأة المسلمة يصدرها المكتب الإسلامي جزى الله صاحبه خيرا بعد أن مضى على الطبعة الأولى منه عشر سنوات ازددنا فيه إيمانا بضرورة نشره وإذاعته بين المسلمين وخصوصا النساء التي اغتررن بالمدينة الأوروبية الزائفة وانجرفن وراء بهارجها ومفاتنها فتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وكشفن من أبدانهن أمام الرجال الأجانب ما كانت إحداهن من قبل لا تتجرأ أن تظهره أمام أبيها ومحارمها ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب والحمد لله عند الفتيات المؤمنات والزوجات المحصنات فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توفرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضا حين علمت منه أن ذلك من محاسن الأمور ومكارم الأخلاق مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم ومع ذلك فإن بعض أهل العلم وطلابه ولا سيما المقلدين منهم فإنهم مع إعجابهم بالكتاب وأسلوبه العلمي وقوة حجته ونصاعة برهانه لم يرقهم ما جاء فيه من التصريح بأن وجه المرأة ليس بعورة وقد كتب إلي بذلك أحد الأساتذة في المدارس الثانوية وشافهني به آخرون هنا في سوريا وفي الحجاز أيضا وهؤلاء فريقان الأول من لا يزال يرى أن الوجه عورة وليس ذلك عن دراسة الأدلة الشرعية وتتبعها من مصادرها الأصلية وإنما تقليدا لمذهبه الذي نشأ عليه أو البيئة التي عاش فيها وفيها بعض المتحمسين لذلك أشد الحماسة بحسن نية وعاطفة إسلامية وغيرة دينية وقد جلست إلى أحد هؤلاء الفضلاء جلسة دامت ساعات تباحثنا فيها حول المسألة وكان ذلك بطلب مني لعلي أجد عنده ما يؤيد رأيه فلم أحظ بشيء من ذلك وكل الذي سمعته منه إنما هي شبهات عرضت له على بعض أدلة الكتاب صدته عن الاقتناع بها وتبني لازمها فأجبته ليلة إذن عن شبهاته بما يسر الله ثم فكرت بعد ذلك في المسألة مرة أخرى وأجلت النظر في أدلتها وما وردني من شبهات حولها فازددت بذلك اقتناعا بصواب رأيي وخطأ الرأي المخالف له كيف لا ورأينا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من المفسرين والفقهاء كما هو مشروح في هذا الكتاب وقد أوردت تلك الشبهات وما فتح الله علي من الجواب في هذه الطبعة منه الثاني من يذهب معنا إلى أن الوجه ليس بعورة ولكنه يرى مع ذلك أنه لا يجوز إشاعة هذا المذهب نظرا لفساد الزمان وسدا للذريعة فإلى هؤلاء أقول إن الحكم الشرعي الثابت في الكتاب والسنة لا يجوز كتمانه وطيه عن الناس بعلة فساد الزمان أو غيره لعموم الأدلة القاضية بتحريم كتمان العلم مثل قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون البقرة الآية التاسعة والخمسون بعد المئة وقوله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه هو والذهبي وغير ذلك من النصص الرادعة عن كتم العلم فإذا كان القول بأن وجه المرأة ليس بعورة حكما ثابتا في الشرع كما نعتقد فكيف يجوز القول بكتمانه وترك تعريف الناس به اللهم غفرا نعم من كان يرى أنه مع ذلك لا يجوز العمل به سدا للذريعة فعليه هو بدوره أن يبين ذلك الذي يراه للناس ولا يكتمه ويأتي بالأدلة تؤيد رأيه وهيهات هيهات فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الفضل بن العباس رضي الله عنه يلتفت إلى المرأة الخثعمية وكانت امرأة حسناء ينظر إليها وتنظر إليه وهي غير محرمة كما سأبينه ثم لا يكون منه عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يصرف وجه الفضل عنها ولا يأمرها أن تستر وجهها عنه فأي ذريعة ووسيلة أوضح من هذه وهو صلى الله عليه وسلم القائد بهذه المناسبة رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما فهذا الحديث الصحيح يقرر أن كشف المرأة عن وجهها ولو كانت جميلة حق لها إن شاءت أن تأخذ به فعلت وليس لأحد أن يمنعها من ذلك بزعم خشة الافتتان بها فمثل هذا الحديث منعنا أن نقول برأي الفريق المذكور وأوجب علينا إشاعة الرأي الصواد في المسألة على أنه لم يفتنا أن نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزا فستره أفضل وقد عقدنا لذلك فصلا خاصا في الكتاب في الصفحة الرابعة بعد المئة وبذلك أدينا الأمانة العلمية حق الأداء فبينا ما يجب على المرأة وما يحسن بها فمن التزم الواجب فبها ونعمة ومن أخذ بالأحسن فهو أفضل وهذا هو الذي التزمته عمليا مع زوجتي وأرجو الله تعالى أن يوفقني لمثله مع بناتي حين يبلغن أو قبيل ذلك ومن الغريب ما جاء في كتاب الأستاذ الذي سبقت الإشارة إليه وقد يلحظ أحدهم أو يسمع حرصك الحسن على ستر أهلك الستر المطلوب دون السماح بإظهار الوجه معاذ الله فإذا قرأ ما كتبت قال خالفت فتواه تقواه ورماك بما لا يجمل وقد كنت أرسلت إليه جواب كتابه بتاريخ الثالث والعشرين من الشهر التاسع سنة أربع وسبعين للهجرة ومما فيه جوابا على هذه الفقرة قولي إن رماني أحدهم ظلما بما لا يجمل فإن لي أسوة حسنة بالأنبياء والصالحين صلوات الله عليهم أجمعين الذين لم يرمهم أعداؤهم بما لا يجمل فقط بل وبما يقبح ومما لا شك فيه عندي أن الرامي بما أشار إليه حضرة الكاتب معتد ظالم أو جاهل ينبغي أن يعلم وذلك لأمرين الأول أن غاية ما قررته في الكتاب أن وجه المرأة ليس بعورة وأنه يجوز أن تظهره بالشرط المذكور فيه وهذا ليس معناه أنه يلزم القائل به أن يكشف وجه زوجه ولابد لأن هذا ليس من شأن الأمر الجائز بل هو من لوازم الأمر الواجب إذ إن كل واحد يعلم أن الجائز هو ما يجوز فعله كما يجوز تركه فإذا أنا أخذت بالترك أو أخذت بالفعل فعلى الحالتين لم أخرج عن ما أفتيت به من الجواز فتبين من ذلك أن من قال فيه خالفت فتواه تقواه كان بعيدا جدا عن الفهم السليم أو العدل والآخر أنني بجانب تقريري أن الوجه ليس بعورة قد قررت أيضا أن الستر هو الأفضل وردت فيه في الصفحة الرابعة بعد المئة على من زعم أن الستر بدعة وتنطع في الدين بأحاديث وآثار أوردتها ثم ختمتها بما نصه في الصفحة الرابعة عشر بعد المئة فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فهذا مني نص صريح في تفضيل الستر ورد على الطائفتين المتشددتين القائلين منهم بوجوبه والقائلين منهم ببدعته وخير الأمور أوساطها حديث ضعيف الإسناد ولذلك لم أستجز عزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة الأمر عندي أنه وإن كان قلبي ليكاد يتفطر أسا وحزنا من السفور المزري والتبرج المخزي الذي تهافتت عليه النساء في هذا العصر تهافت الفراش على النار فإنني لا أرى أبدا أن معالجة ذلك يكون بتحريم ما أباح الله لهن من الكشف عن الوجه وأن نوجب عليهن ستره بدون أمر من الله ورسوله بل إن حكمة التشريع والتدرج فيه وبعض أصوله التي منها بقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وأصول التربية الصحيحة كل ذلك ليجب على فقهاء الأمة ومربيها ومرشديها أن يتلطفوا بالنساء ويأخذهن بالرفق لا بالشدة ويتساهلوا معهن فيما يسر الله فيه ولا سيما ونحن في زمن قل فيه من يأخذ بالعزائم من الأمور والفرائض فضلا عن المستحبات والنوافل فإذا كان بعض العلماء اليوم يرون أن في كشف المرأة عن وجهها مع سترها لما سواه من بدنها مما أمرها الله به خطرا عليها زعموا فنرى أنه لا يليق بهم أن يكتفوا من المسألة بإظهار الإنكار الشديد على من يخالفهم في الرأي واتخاذ القرار بمنع دخول الكتاب إلى بلادهم بل إن عليهم أمرين اثنين لابد لهم من القيام بهما الأول أن يبينوا للناس حكم الله فيها مستدلين عليه بالكتاب والسنة لا تقليدا للمذهب أو اتباعا للتقاليد وبذلك فقط يظهر للناس الصواب من الخطأ بل الحق من الباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض الرعد الآية السابعة عشرة إنهم إن فعلوا ذلك استجاب لهم النساء المؤمنات فهل يفعلون والآخر أن يُعنوا بتربية الفتيات المسلمات تربية إسلامية صحيحة وخصوصا في المدارس والمساجد والجامعات بتعليمهن وتثقيفهم الثقافة الشرعية النافعة ومنع المجلات الخليعة أن تتسرب إليهن وتفسد عليهن أخلاقهن ونحو ذلك من الوسائل المبذولة في العصر الحاضر مما يمكن استعماله في الشر والخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة الأنبياء الآية الخامسة والثلاثون بمثل هذا وذاك يمكن أن يوجد جيل من النساء المؤمنات التي إذا سمعنا مثل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الأحزاب الآية التاسعة والخمسون بادرن إلى امتثال أمره كما فعلت نساء الأنصار رضي الله عنهم حين نزل قوله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن النور الآية الحادية والثلاثون بادرن فاختمرن بما تيسر لهن من الأزر كما هو مذكور في موضعه من الكتاب الصفحة الثامنة والسبعين فمثل هذه النسوة يمكن أن تؤمر بستر الوجه إن كان واجبا وأما أمر السواد الأعظم من النساء بذلك في مثل بلادنا السورية وغيرها كمصر ونحوها من البلدان الأخرى التي انتشر أو بدأ ينتشر فيها التبرج والخلاعة بأبشع صوره مما لم تنج منه مع الأسف حتى بلاد التوحيد التي كنا نأمل أن تكون الحصن الحصين للمسلمين من هذا التبرج فأمر هذا الجنس من النساء بستر الوجه الذي لم يأمر الله به وهن لاستعداد عندهن أن يسترن نحورهن وصدورهن وما هو أكثر من ذلك مما لا يذهب إليه من كان عنده ذرة من رائحة فقه الكتاب والسنة فمن الحكمة إذن أن يقنع العلماء في هذا العصر بأن يستجيب النساء لما أمر الله به من حجب البدن كله حاش الوجه والكفين فمن حجبهما أيضا منهن فذلك ما نستحبه لهن وندعو إليه وأما إيجاب ذلك عليهم فهو عندي تشدد في الدين وتنطع لا يحبه الله وخصوصا على النساء التي وصانا بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا في أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير ويوم يستجيب النساء المسلمات لأمر الله إلا من شذ منهن وتكون غريبة مهينة بين المستجيبات فيومئذ يعود إلى المسلمين عزهم ومجدهم وتقوم لهم دولتهم وينصرهم الله على عدوهم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الروم الآية الرابعة ولن يكون ذلك إلا إذا استجاب لأمره تعالى الرجال قبل النساء وعسى أن يكون ذلك قريبا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الأنفال الآية الرابعة والعشرون دمشق في الخامس والعشرين من الشهر السابع سنة 1385 للهجرة محمد ناصر الدين الألباني بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الأولى الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون الأعراف الآية السادسة والعشرون وصلى الله على محمد المبعوث رحمة للناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه رسالة لطيفة وبحوث مفيدة إن شاء الله تعالى جمعتها لبيان اللباس الذي يجب على المرأة المسلمة أن تدثر به إذا خرجت من دارها والشروط الواجب تحققها فيه حتى يكون لباسا إسلاميا واستندت في ذلك على الكتاب والسنة مسترشدا بما ورد فيه من الآثار والأقوال عن الصحابة والآئمة فإن أصبت فمن الله تعالى وله الفضل والمنة وإن كانت الأخرى فذلك مني وأسأله العفو والمغفرة لذنبي إنه عفو كريم غفور رحيم وقد كان ذلك بطلب من بعض الإخوان الأحبة الذين نظن فيهم الصلاح والاستقامة والحرص على العمل بما يدل عليه الكتاب والسنة وقد دنا يوم زفافه جعله الله مباركا عليه وعلى أهله وذريته فرأيت من الواجب أن أبادر إلى إجابة طلبه وتحقيق رغبته على الرغم من ضيق وقتي وانصرافي إلى العمل في مشروع الذي أسميته تقريب السنة بين يدي الأمة الذي شرعت فيه منذ سنتين وزيادة مبتدئا بسنن أبي داوود ثم توقفت عنه منذ أشهر لعارض طرأ على عين اليمنى الذي أرجو الله تعالى أن يذهبه عني بفضله وكرمه على الرغم من هذا فقد بادرت إلى تحرير هذه الرسالة القيمة ثم قدمتها إليه هدية عسى أن تكون له ولغيره ممن عسى أن يقف عليها عونا على طاعة الله ورسوله في هذه المسألة التي تهاون بها في هذا العصر أكثر الناس وفيهم كثير من أهل العلم المفروض فيهم أن يكونوا قدوة لغيرهم في كل أمر من أمور الشريعة فما بالك بغيرهم حتى ندر أن ترى في هذه البلاد من وقف عندما حدده الشارع فيها كما سترى ولكن نحمد الله تعالى على أنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس أسأل الله تعالى أن يجعلنا من هذه الطائفة وأن يجعل هذه الرسالة وكل ما كتبت وأكتب خالصا لوجهه وسببا لنيذ مرضاته والفوز بجناته إنه خير مسؤول دمشق في السابع من الشهر الخامس سنة 1370 للهجرة محمد ناصر الدين الألباني الشرط الأول استيعاب جميع البدن إلا ما استثني فهو في قوله تعالى في سورة النور الآية الحادية والثلاثين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقوله تعالى في سورة الأحزاب الآية التاسعة والخمسين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن نعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن فلا يؤخذن عليه إذا بادرن إلى ستره قال الحافظ بن كثير في تفسيره لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه قال ابن مسعود كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه وقد روى البخاري في المجلد السابع الصفحة التسعين بعد المائتين ومسلم في المجلد الخامس الصفحة السابعة والتسعين بعد المائة عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد إن هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له أي مترس عليه بحجفة أي بترس من جلد ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما يعني الخلاخيل تنقزان القرب على متونهما أي تحملانها وتقفزان بها وثبا تفرغانه في أفواه القوم قال الحافظ بن حجر العسقلاني وهذه كانت قبل الحجاب ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر قلت وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير إلا ما ظهر منها النور الآية الحادية والثلاثون هو المتبادر من سياق الآية وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها فمن قائل إنها الثياب الظاهرة ومن قائل إنها الكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في تفسيره في جلء الثامن عشر في الصفحة الرابعة والثمانين عن بعض الصحابة والتابعين ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان قلت والكفان هما الراحتان إلى الرصغين والوجه من منبة شعر الرأس إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن فقال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا بذلك الوجه والكفين يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها قدر النصف فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثنى الله تعالى ذكره بقوله إلا ما ظهر منها النور الآية الحادية والثلاثون وهذا الترجيح غير قوي عندي لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي وهو غير لازم هنا لأن للمخالف أن يقول جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة أمر خاص بالصلاة فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين أقول هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها لدليل بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صحة الدعوة فالحق في معنى هذا الاستثناء ما أسلفناه أول البحث وأيدناه بكلام ابن كثير ويؤيده أيضا ما في تفسير القرطبي في الجزء الثاني عشر في الصفحة التاسعة والعشرين بعد المائتين قال ابن عطية ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زين ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فإلا ما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه قال القرطبي قلت هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبد المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها والله الموفق لا رب سواه وفي هذا التعقيب نظر أيضا لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة فإنما ذلك بقصد من المكلف والآية حسب فهمنا إنما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلا شاملا لما ظهر بالقصد فتأمل ثم تأملت فبدى لي أن قول هؤلاء العلماء هو الصواب وأن ذلك من دقة نظرهم رحمهم الله وبيانه أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى إلا ما ظهر منها يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة غاية ما في الأمر أنه مختلف فيما تظهره بقصد منها فابن مسعود يقول هو ثيابها أي جلبابها وابن عباس ومن معه من الصحابة وغيرهم يقول هو الوجه والكفان منها فمعنى الآية حينئذ إلا ما ظهر عادة بإذن الشارع وأمره ألست ترى أن المرأة لو رفعت من جلبابها حتى ظهر من تحته شيء من ثيابها وزينتها كما يفعل ذلك بعض المتجلببات السعوديات أنها تكون قد خالفت الآية باتفاق العلماء فقد التقى فعلها هذا مع فعلها الأول وكلاهما بقصد منها لا يمكن إلا هذا فمناط الحكم إذن في الآية ليس هو ما ظهر دون قصد من المرأة فهذا مما لا مؤخذة عليه في غير موضع الخلاف أيضا اتفاقا وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة بإظهار شيء من زينتها سواء كان كفا أو وجها أو غيرهما فلا يعترض عليه بما كنا ذكرناه من القصد لأنه مأذون فيه كإظهار الجلباب تماما كما بينت آنفا فهذا هو توجيه تفسير الصحابة الذين قالوا إن المراد بالاستثناء في الآية الوجه والكفان وجريان عمل كثير من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كما سترى في النصوص الآتية المتواترة معنا ويعود الفضل في التنبه لهذا التوجيه بعد الله تعالى إلى الحافظ أبي الحسن بن القطان الفاسي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفريد الذي أطلعني الله عليه وأنا أهيئ مقدمة هذه الطبعة الجديدة ألا وهو النظر في أحكام النظر فقد تكلم فيها بعلم واسع ونظر ثاقب على كل مسائله ومنها ما نحن فيه فنبهني على ما أشرت إليه قوله فيه وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع وحضروا به خطاب المواجهة ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرا لا لعادة النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم قلت فابن عباس ومن معه من الأصحاب والتابعين والمفسرين إنما يشيرون بتفسيرهم لآية إلا ما ظهر منها إلى هذه العادة التي كانت معروفة عند نزولها وأقر عليها فلا يجوز إذن معارضة تفسيرهم بتفسير ابن مسعود الذي لم يتابعه عليه أحد من الصحابة لأمرين اثنين الأول أنه أطلق الثياب ولا قائل بهذا الإطلاق لأنه يشمل الثياب الداخلية التي هي في نفسها زينة كما تفعله بعض السعوديات كما تقدم فإذن هو يريد منها الجلباب فقط الذي تظهره المرأة من ثيابها إذا خرجت من دارها والآخر أن هذا التفسير وإن تحمس له بعض المتشددين لا ينسجم مع بقية الآية وهي ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي أنهم إذا ذكروا اسماً معرفاً ثم كرروه فهو هو فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة ولذلك قال أبو بكر للجصاص رحمه الله في أحكام القرآن الجزء الثالث الصفحة السادسة عشر بعد الثلاثمائة وقول ابن مسعود في أن ما ظهر منها هو الثياب لا معنى له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال في نسق الآية بعد هذا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها وكأنه لهذا لم يعرج عليه الحافظ بن القطان في كتابه الآن في الذكر وقد ذكره في جملة ما قيل في تفسير الآية كما ذكر أقوال العلماء والمذاهب حولها بتفصيل وتحرير وتحقيق فيها لا أعرف له مثيلا ثم ساق بعض الأحاديث التي يمكن الاستدلال بها على جواز إبداء المرأة لوجهها وكفيها للأجانب ومع أنه فاته الكثير من الأحاديث التي ذكرت في كتابنا هذا فقد ناقشها مناقشة دقيقة وميز صحيحها وسقيمها وما يصح الاستدلال به وما لا يصح من الناحية الفقهية دون أن يتحيز لفئة ثم تكلم على الآية وفسرها تفسيرا بديعا يدل على أنه إمام في التفسير والفقه أيضا كما هو في الحديث فأفاد رحمه الله أن النهي فيها مطلق من وجوه ذكرها وهي أربعة وفصل القول فيها تفصيلا رائعا ويهمنا هنا منها رابعها فقال ومطلقة بالنسبة إلى كل ناظر ورد على إطلاقه منها استثناءان أحدهما على مطلق الزينة وخصص به منها ما ظهر منها فيجوز إبداؤه لكل واحد والآخر على مطلق الناظرين الذين يبدى لهم شيء من ذلك فخصص منهم البعولة ومن بعدهم وبعد أن ساق قول ابن مسعود وأقوال الصحابة والتابعين المخالفة وأقوال المذاهب والأحاديث المشار إليها آنفا قال ملخصا للموضوع وموضحا رأيه فيه الأحاديث المذكورة في الباب إما أن تدل على إبدائها جميع ذلك يعني الوجه والكفين أو بعضه دلالة يمكن الانصراف عنها بتحميل اللفظ أو القصة أو غير ذلك لكن الانصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ أو ثياق القصة لا يكون جائزا إلا بدليل عاضد يصير الانصراف تأويلا وإذا لم يكن هناك دليل كان الانصراف تحكما فعلى هذا يجب القول بما تظاهرت هذه الظواهر وتعاضدت عليه من جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها لكن يستثنى من ذلك ما لابد من استثنائه قطعا وهو إذا ما قصدت بإبداء ذلك التبرج وإظهار المحاسن فإن هذا يكون حراما ويكون الذي يجوز لها إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل فلا يجب عليها أن تتعاهده بالستر بخلاف ما هو في العادة أي الشرعية مستور إلا أن يظهر بقصد كالصدر والبطن فإن هذا لا يجوز لها إبداءه ولا يعفى لها عن بدوه ويجب عليها ستره في حين التصرف كما يجب من ستره في حين الطمأنينة ويعضد هذه الظواهر وهذا المنزع قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فمعنى الآية لا يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرة عند التصرف فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه ثم قال ويتأيد المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى المتقدم متصلا به وليضربن بخمرهن على جيوبهن فإنه يفهم منه أن القراطة قد يعفيهن عند بدوب وجوهن عن تعاهد سترها فتنكشف فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة وكذلك الكفان وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطينا رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكشيف الخمر ثم ذكر حديث عائشة الآتي في الصفحة الثامنة والسبعين لكن من رواية أبي داود بلف شققن أكنف وقال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها وقال هذا إسناد حسن ثم قال الحافظ بن القطان رحمه الله تعالى فإن قيل هذا الذي ذهبت إليه من أن المرأة معفو لها عن بدو وجهها وكفيها وإن كانت مأمرة بالستر جهدها يظهر خلافه من قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الآية فالجواب أن يقال يمكن أن يفسر هذا الإدناء تفسيرا لا يناقض ما قلناه وذلك بأن يكون معناه يدنين عليهن من جلابي بهن ما لا يظهر معه القلائد والقرطة مثل قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فإن الإدناء المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه إدناء فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه إدناء يقضي به عن عهدة الخطاب إذ لم يطلب به كل إدناء فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي ويلاحظ القراء الكرام أن هذا البحث القيم الذي وقفت عليه بفضل الله من كلام هذا الحافظ بن القطان يوافق تمام الموافقة ما كنت ذكرته اجتهادا مني وتوفيقا بين الأدلة أن الآية مطلقة كما ستراه مصرحا به في الصفحة السابعة والثمانين فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نعم حديث عائشة عند أبي داود دليل واضح على جواز إظهار المرأة الوجه والكفين لولا أن فيه ما بيناه في التعليق إلا أنه من الممكن أن يقال إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي كما يأتي أدناه فيصلح حينئذ دليلا على الجواز المذكور لا سيما وقد عمل به كثير من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديهن بحضرته صلى الله عليه وسلم وهو لا ينكر ذلك عليهن وفي ذلك عدة أحاديث نسوق ما يحضرنا الآن منها الأول عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة الناس أي جالسة في وسطهن سفعاء الخدين أي فيهما تغير وسواد فقالت لم يا رسول الله قال لأن كن تكثرن الشكات وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن والحديث واضح الدلالة على ما من أجله أوردناه وإلا لم استطاع الراوي أن يصف تلك المرأة بأنها سفعاء الخدين وهذه رواية مسلم ولفظ رواية الآخرين سفلة النساء قال ابن الأثير بفتح السين وكسر الفاء السقاط من الناس قد يظن بعض الناس أن في هذا الحديث ونحوه كحديث ابن عباس الآتي رقم ستة ما يدل على جواز لبس النساء للأساور والخواتم من الذهب ويتخذ ذلك دليلا على نسخ الأحاديث الصحيحة المصرحة بتحريم ما ذكر على النساء وجوابا على ذلك أقول أولا ليس في الحديث التصريح بأن تلك الحلية كانت من الذهب وعليه فلا تعارض بينها وبين الأحاديث المحرم ثانيا لإثبات نسخ التحريم بالأحاديث المبيحة لا بد من التحقق من تأخر هذه الأحاديث ودون ذلك خرط القتاد بل العكس هو الصواب لما يأتي ثالثا لو فرضنا أنه جاء في حديث أو أحاديث التصريح بذلك فينبغي أن يحمل ذلك على الأصل الأول وهو الإباحة ثم طرأ عليها ما أخرجها من هذا الأصل إلى التحريم بدليل أحاديث التحريم فإن مثل هذه الأحاديث لا تصدر من الشارع في الغالب إلا لرفع ذلك الأصل وهو الإباحة في الأمور التي نص على تحريمها ولذلك يقول علماء أصول الفقه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر وفي هذه الحالة لا يلزمنا أن نثبت تأخر النص المحرم على النص المبيح لأن النص المحرم يتضمن في الواقع الإشارة إلى رفع ما تضمنه النص المبيح كما هو ظاهر وقد فصلت القول في مسألة الذهب للنساء وما يباح لهن منه وما يحرم وأوردت الأدلة المحرمة والشبهات الواردة عليها والجواب عنها في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة فليرجع إليه من شاء وبخاصة طبعة المكتبة الإسلامية ففي مقدمتها رد ضاف على بعض المشاغبين وأهل الأهواء الثاني عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر والفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم الحديث وفيه فأخذ الفضل ابن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء وفي رواية وضيئة وفي رواية فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها وتنظر إليه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر وفي رواية لأحمد المجلد الأول الصفحة الحادية عشرة بعد المئتين من حديث الفضل نفسه فكنت أنظر إليها فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتهي ورجاله ثقات لكنه منقطع إن كان الحكم بن عتيبة لم يسمعه من ابن عباس وروا هذه القصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر أن الاستفتاء كان عند المنحر بعدما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمرة وزاد فقال له العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة لأنه كما قال ابن حزم ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقر على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء وفي الفتح 11 على 8 قال ابن بطال في الحديث الأمر بغض البصر خشة الفتنة ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع قال ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل قال وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء هذا كله كلام ابن بطال وهو متين جيد غير أن الحافظ تعقبه بقوله قلت وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة قلت كلا فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة بل الظاهر خلافه فقد قدمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد رمي جمرة العقبة أي بعد التحلل فكأن الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه رحمه الله تعالى ثم هب أنها كانت محرمة فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة ذلك لأن المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه كما يدل على ذلك الحديث الرابع والخامس الآتيان في الصفحة الثامنة بعد المئة وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط فلو أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز لأمرها صلى الله عليه وسلم أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن وقد كاد الفضل بن عباس أن يفتتن بها ومع هذا كله لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بل صرف وجه الفضل عنها ففي هذا دليل أيضا على أن ستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة وإنما يستحب ذلك لها كما يستحب لغيرها وأما قول بعض الفضلاء ليس في الحديث التصريح بأنها كاشفة عن وجهها فمن أبعد الأقوال عن الصواب إذ لو لن يكن الأمر كذلك فمن أين للراوي أو الرائي أن يعرفها أنها امرأة حسناء وضيئة ولو كان الأمر كما قال فإلى ماذا كان ينظر الفضل ويكرر النظر والحق أن هذا الحديث من أوضح الأدلة وأقواها على أن وجه المرأة ليس بعورة لأن القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وعلى مشهد منه صلى الله عليه وسلم مما يجعل الحكم ثابتا محكما فهو نص مبين لمعنى يدنين عليهن من جلابيبهن وأنه لا يشمل الوجه فمن حاول أن يفهم الآية دون الاستعانة بالسنة فقد أخطأ الثالث عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فصمت فلقد رأيتها قائمة مليا أو قال هوين فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم تأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئا جلست الحديث وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها لأنه صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا خطبة ثم قال لا حاجة لي في النساء يعني كما في بعض طرق القصة ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة والذي تحرر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره وسلك ابن العربي قلت وهو غير ابن عربي الصفي النكرة المتوفى بدمشق سنة ثمان وثلاثين وستمائة للهجرة في الجواب مسلكا آخر فقال يحتمل أن ذلك قبل الحجاب أو بعده لكنها كانت متلفعة وسياق الحديث يبعد ما قال الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ووجه الاستدلال بها هو قولها لا يعرفن من الغلس فإن مفهومه أنه لو لا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب وقد ذكر معنى هذا الشوكاني اثنان على خمسة عشر عن الباجي وما يعرف بعضنا وجوه بعض الخامس عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وفي رواية آخر ثلاث تطلقات وهو غائب فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وفي رواية انتقلي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة نفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل فقال لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وهو من البطن الذي هي منه فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانتقلت إليه فلما قضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال الحديث وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بن تقيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث تميما الداري وأنه جاء وأسلم وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب فالحديث إذا نص على أن الوجه ليس بعورة أخرجه مسلم في صحيحه ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن تقيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار وهو غطاء الرأس فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها ولكنه صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص فأمرها عليه الصلاة والسلام بما هو الأحوط لها وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها وحديث أفعميوان أنتما ضعيف الإسناد منكر المتن كما حققته في الضعيفة خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت خمارك أي إذا حطته كما في كتب اللغة السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير ابن الصلت فصلى قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم ثم أتى النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا فتلى هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله قال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة قال فبسط بلال ثوبه ثم قال هل أم لكن فداكن أبي وأمي فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه وفي رواية فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته قال ابن حزم بعد أن استدل بآية الضرب بالخمار على أن الوجه ليس بعورة فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليس بعورة وما عداهما ففرض ستره وفي مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء في هذه القصة دليل على أنها وقعت بعد فرض الجلباب لأنه إنما فرض في السنة الثالثة وآية المبايع نزلت في السنة السادسة كما يأتي تحقيقه في صفحة 74 ويؤيده ما ذكر في الفتح اثنان على ثلاثمائة وسبعة وسبعين أن شهود ابن عباس القصة كان بعد فتح مكة ويشهد له ما سيأتي قلت فيه إشارة إلى أنه خطب على شيء مرتفع فلعله كان يومئذ على راحلته وإنما لم نقل على المنبر لأن خطبته على المنبر في العيد غير معروف عند العلماء كما جزم بذلك ابن القيم والحافظ وغيرهما وإنما كان يخطب قائما على الأرض كما في حديث جابر الأول في الصفحة الستين ثم قام متوكئا على بلال قال ابن القيم في زاد المعاد المجلد الأول في الصفحة الخامسة والأربعين بعد الأربعمائة ولم يكن هناك منبر يرقى عليه ولم يكن يخرج منبر المدينة وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض ثم ساق حديث جابر ثم حديث ابن عباس هذا وحديثا آخر لجابر مثل حديث ابن عباس ثم قال المجلد الأول في الصفحة السابعة والأربعين بعد الأربعمائة وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر أو على راحلته ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه قيل لا ريب في صحة هذين الحديثين ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه فأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة كما هو في الصحيحين فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع أو دكان وهي التي تسمى مصطبة ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن فيخطبهن فيعظهن ويذكرهن والله أعلم السابع عن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة دوداع وكان بدريا فوضعت حملها قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها أي خرجت من نفاسها وسلمت وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت فقال لها اربعي أي ارفقي على نفسك أو نحو هذا لعلك تريدين النكاح إنها أربعة أشهر وعشر من وفات زوجك قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال قد حللت حين وضعته والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة وكذا الوجه أو العينين على الأقل وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه الثامن عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت التاسع عن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وإني أتكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها العاشر وعن ابن عباس أيضا قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس قال ابن عباس لا والله ما رأيت مثلها قط فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لألا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه وجافى يديه فأنزل الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين قلت وهذا قاطع في إبطال قول الشيخ التويجري في الصفحة السبعين بعد المئة من كانت بحضرة الرجال الأجانب فعليها أن تستر وجهها عنهم ولو في الصلاة ومثله ما نقله عن أحمد رحمه الله أنه قال المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وهل هذا ممكن يا عباد الله فإنه لا بد لها أن ترفع يديها مع التكبير وأن تضعهما في الركوع والسجود والتشهد وينقضه الإجماع الذي نقله ابن بطال فيما تقدم في الصفحة الثالثة والستين الحالي عشر عن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء فأخلينا فقضى حاجته ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها الثاني عشر عن عبد الله بن محمد عن امرأة منهم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آكل بشمالي وكنت امرأة عسرا الثالث عشر عن ثوبان رضي الله عنه قال جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب أي خواتيم كبار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار الحديث ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى إلا ما ظهر منها النور الآية الحادية والثلاثون كما سبق في الصفحة الحادية والخمسين على أن قوله تعالى فيما بعد وليضربن بخمرهن على جيوبهن النور الآية الحادية والثلاثون يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن الخمر جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس والجيوب جمع الجيب وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة ولذلك قال ابن حزم في المحلى المجلد الثالث في الصفحة السادسة عشرة والسابعة عشرة بعد المئتين فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك وقال الحافظ في الفتح ثماني على أربعمائة وتسعين والخمار للمرأة كالعمامة للرجل وهو أمر لا نعلم فيه خلافا ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أنه أنشد قل للمليحة في الخمار المذهب أفسدت نسك أخ التقي المذهب نور الخمار ونور خدك تحته عجبا لوجهك كيف لم يتلهب فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضا فأقول لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانا أن ذلك من لوازمه عادة كلا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها ووجهها كما يأتي في الصفحة الرابعة والتسعين وأن عائشة قالت في قصة الإفك فخمرت وجهي بجلبابي كما سيأتي في الصفحة السادسة بعد المئة فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معا غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفا حقيقي وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه إبطال دعوى أن هذه الأدلة كلها كانت قبل فرضية الجلباب أقول فإن قيل إن ما ذكرته واضح جدا غير أنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل فرض الجلباب فلا يصح الاستدلال حينئذ إلا بعد إثبات وقوعه بعد الجلباب وجوابنا عليه من وجهين الأول أن الظاهر من الأدلة أنه وقع بعد الجلباب وقد حضرنا في ذلك حديثان الأول حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد قالت أم عطية إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها متفق عليه ففيه دليل على أن النساء إنما كن يخرجن إلى العيد في جلابي بهن وعليه فالمرأة السفعاء الخدين كانت متجلببة ويؤيده الحديث الآتي وهو الحديث الثاني حديثها أيضا قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم عليهم فرددنا السلام فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن فقلنا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله فقال تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف فقلنا نعم فمد عمر يده من خارج الباب ومددن أيديهن من داخل ثم قال اللهم اشهد وأمرنا وفي رواية فأمرنا أن نخرج في العيدين العتق والحيض ونهين عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا فسألته عن البهتان وعن قوله ولا يعصينك في معروف قال هي النياحة ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا الممتحنة الآية الثانية عشرة إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل الدر ستة على مئتين وتسعة ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جادر الدر ستة على مئتين وأحد عشر وفي البخاري عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في الزاد وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاثة وقيل خمس حين بنى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من الإصابة فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الجلباب ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء وإنما بايعهن من وراء الباب وفي هذه القصة أبلغهن أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأن يخرجن للعيد وكان ذلك في السنة السادسة عقب رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية بعد نزول آية الامتحان والبيعة كما تقدم وبهذا تعلم معنى قول أم عطية في أول حديثها الثاني لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أي من الحديبية ولا تعني قدومه إليها من مكة مهاجرا كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة فتأمل الوجه الآخر إذا فرضنا عجزنا عن إثبات ما ذكرنا فإن مما لا شك فيه عند العلماء أن إقراره صلى الله عليه وسلم المرأة على كشف وجهها أمام الرجال دليل على الجواز وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الأصل بقاء كل حكم على ما كان عليه حتى يأتي ما يدل على نسخه ورفعه ونحن ندعي أنه لم يأتي شيء من ذلك هاهنا بل جاء ما يؤيد بقاءه واستمراره كما سترى فمن ادعى خلاف ذلك فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل الناسخ وهيهات هيهات على أننا قد أثبتنا فيما تقدم من حديث الخثعمية أن الحادثة كانت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت بعد فرض الجلباب يقينا وما أجاب عنها تقدم إبطاله بما لا يبقي شبهة ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم النور الآية الثلاثون والحادية والثلاثون فإنها تشعر بأن في المرأة شيئا مكشوفا يمكن النظر إليه فلذلك أمر تعالى بغض النظر عنهن وما ذلك غير الوجه والكفين ومثلها قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوله يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة وعن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري هذا وقد ذكر القرطبي 12 على 230 وغيره في سبب نزول هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن النور الآية الحادية والثلاثون أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطينا رؤوسهن بالأخمرة وهي المقامع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا سكر على ذلك فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب وعن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها وفي رواية أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ورواه ابن أبي حاكم بلفظ أكمل بسنده عن صفية بنت شيبة قال بينا نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار وأشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل فقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها ويتل الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان وذكره ابن كثير والحافظ في الفتح ثمانية على أربعمائة وتسعين والزيادة منه وفي سنده الزنجي ابن خالد واسمه مسلم وفيه ضعف لكنه قد توبع عند ابن مردويه في تفسيره كما في تخرج الكشاف للزيلعي الصفحة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة مخطوط والحديث كالنص على أنهن قمن وراءه صلى الله عليه وسلم كاشفات الوجوه لأن الاعتجار بمعنى الاختمار ففي الصحاح والمعجر ما تشده المرأة على رأسها يقال اعتجرت المرأة وعن الحارث بن الحارث الغامدي قال قلت لأبي ونحن بمنا ما هذه الجماعة قال هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم قال فنزلنا وفي رواية فتشرفنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به وهم يردون عليه قوله ويؤذونه حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس وأقبلت امرأة قد بدى نحرها تبكي تحمل قدحا فيه ماء ومنديلا فتناوله منها وشرب وتوضى ثم رفع رأسه إليها فقال يا بني خمر عليك نحرك ولا تخافي على أبيك غلبة ولا ذلا قالوا هذه زينب بنته ثم إن قوله تعالى وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ النور الآية الحالية والثلاثون يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضا وإلا لا استطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة وهي الخلاخيل ولا استغمت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها كانت لا تستطيع ذلك لأنه مخالفة للشرع مكشوفة ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة فنهاهن الله تعالى عن ذلك وبناء على ما أوضحنا قال ابن حزم في المحلى ثلاثة على مئتين وستة عشر هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه ويشهد لهذا من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا أي من نصف الساقين وقيل من الكعبين فقالت إذن تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه أخرجه الترمذي ثلاثة على سبع وأربعين وقال هذا حديث حسن صحيح وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن وقال البيهقي وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها وعلى هذا جرى العمل من النساء في عهده صلى الله عليه وسلم وما بعده وترتب عليه بعض المسائل الشرعية فقد أخرج مالك وغيره عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيل وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده وعن امرأة من بن عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها قالت قلت بلى قال فهذه بهذه ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمة أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن لكي لا يتشبهن بالمسلمات كما جاء في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في الصفحة التاسعة والخمسين قلت فانظر كيف تغير الحال وانعكس الأمر حتى صارت المسلمات يتباهين بالتشبه بمن كن يمنعن من التشبه بالمسلمات بالكشف عن سوقهن وعما هو أكثر من ذلك وهذا كله مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم سنة بسنة ثم إن الله تعالى بعد أن بين في الآية السابقة آية النور ما يجب على المرأة أن تخفي من زينتها أمام الأجانب ومن يجوز أن تظهرها أمامهم أمرها في الآية الأخرى إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق ثيابها وخمارها بالجلباب أو الملاءة لأنه أستر لها وأشرف لسيرتها وهي قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الأحزاب الآية التاسعة والخمسون ولما نزلت خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية والغربان جمع غراب شبهت الأكسية في سوادها بالغربان والجلباب هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال وهو يستعمل في الغالب إذا خرجت من دارها كما روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق جمع العاتق وهي الشابة أول ما تدرك والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها قال الشيخ أنور الكشميري في فيض الباري واحد على ثلاثمائة وثمانية وثمانين تعليقا على هذا الحديث وعلم منه أن الجلباب مطلوب عند الخروج وأنها لا تخرج إن لم يكن لها جلباب والجلباب رداء ساتر من القرن إلى القدم وقد مر مني أن الخمر في البيوت والجلابيب عند الخروج وبه شرحت الآيتين في الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن النور الآية الحادية والثلاثون والثانية يدنين عليهن من جلابيبهن الأحزاب الآية التاسعة والخمسون وقال في المكان الذي أشار إليه واحد على مئتين وستة وخمسين بعد أن فسر الجلباب والخمار بنحو ما تقدم فإن قلت إن إدناء الجلباب يغني عن ضرب الخمر على جيوبهن قلت بل إدناء الجلباب فيما إذا خرجت من بيتها لحاجة وضرب الخمر في عامة الأحوال فضرب الخمر محتاج إليه قلت وتقييده الخمر بالبيوت فيه نظر لأنه خلاف الظاهر من الآية الأولى وليضربن بخمرهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن النور الآية الحادية والثلاثون فإن النهي عن الضرب بالأرجل قرينة واضحة على أن الأمر بضرب الخمر خارج الدار أيضا وكذلك قوله في صدر الآية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن النور الآية الحادية والثلاثون فالحق الذي يقتضيه العمل بما في آيتي النور والأحزاب أن المرأة يجب عليها إذا خرجت من دارها أن تختمر وتلبس الجلباب على الخمار لأنه كما قلنا سابقا أستر لها وأبعد عن أن يصف حجم رأسها وأكتافها وهذا أمر يطلبه الشارع كما سيأتي بيانه عند الكلام على الشرط الرابع والذي ذكرته هو الذي فسر به بعض السلف آية الإدناء ففي الدر خمسة على مئتين واثنتين وعشرين وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله يدنين عليهن من جلابي بهن قال يسدلن عليهن من جلابي بهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها واعلم أن هذا الجمع بين الخمار والجلباب من المرأة إذا خرجت قد أخل به جماهير النساء المسلمات فإن الواقع منهن إما الجلباب وحده على رؤوسهن أو الخمار وقد يكون غير سابغ في بعضهن كالذي يسمى اليوم بالإشارب بحيث ينكشف منهن بعض ما حرم الله عليهن أن يظهرن من زينتهن الباطنة كشعر الناصية أو الرقبة مثلا وإن مما يؤكد وجوب هذا الجمع حديث بن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية واستثنى من ذلك والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا الآية وتمام الآية فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم النور الآية الستون وفي رواية عن ابن عباس أنه كان يقرأ أن يضعن من ثيابهن قال الجلباب وكذا قال ابن مسعود قلت فهذا نص في وجوب وضع الجلباب على الخمار على جميع النساء إلا القواعد منهن وهن التي لا يطمع فيهن لكبرهن فيجوز لهن أن لا يضعن الحجاب على رؤوسهن أفما آن للنساء الصالحات حيثما كن أن يتنبهن من غفلتهن ويتقين الله في أنفسهن ويضعن الجلابيب على خمرهن ومن الغريب حقا أن لا يتعرض لبيان هذا الحكم الصريح في الكتاب والسنة كل الذين كتبوا اليوم فيما علمت عن لباس المرأة مع توسع بعضهم على الأقل في الكلام على أن وجه المرأة عورة مع كون ذلك مما اختلف فيه والصواب خلافه كما تراه مفصلا في هذا الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم إن قوله والجلابيب عند الخروج لا مفهوم له إذ إن الجلباب لستر زينة المرأة عن الأجانب فسواء خرجت إليهم أو دخلوا عليها فلابد على كل حال من أن تتجلبب ويؤيد هذا ما قاله قيس بن زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فتجلببت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فقال لي أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة لكن الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما وهو المراد من قوله تعالى في الأحزاب الآية الثالثة والخمسين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابًا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وقد صح عن عائشة أنها كانت إذا صلت تجلببت كما يأتي في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد المئة فدل على أن الجلباب ليس خاصا بالخروج هذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها وهذا كما ترى أمر مطلق فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسب ما صرحت به الآية الأولى وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فعليه يشمل الوجه وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين وساق أقوالهم في ذلك ابن جرير في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا فنكتفي بالإشارة إليها ومن شاء الوقوف عليهما فليرجع إليهما تنبيه وأما قول الأستاذ الفاضل المودودي في الحجاب في الصفحة السادسة والستين بعد الثلاثمائة بعد أن ساق الآية نزلت خاصة في ستر الوجه فهو فيما علمت مما لم يسبقه أحد من أهل العلم إليه ولا يوجد له مستند يصلح للاعتماد عليه اللهم إلا أثر عن كعب القراضي فإن فيه ما قد يمكن أن يؤخذ منه ما ذكر الأستاذ ويمكن أن يكون تفسيرا من القراضي للآية ومع هذا فإن السند بذلك ضعيف جدا لا يجوز الاحتجاج به والاستناد إليه ويأتي بيان ذلك في الكتاب قريبا إن شاء الله تعالى وكذلك لا يصح ما أورده الأستاذ أيضا عن ابن عباس في تفسير الآية قال أمر الله تعالى نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوهن من فوق رؤوسهن بالجلابيب وعزاه للطبري 22 على 33 ولم يسقه بتمامه وتمامه فيه ويبدين عينا واحدة أقول لا يصح هذا عن ابن عباس لأن الطبري رواه من طريق علي عنه وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه عنه ابن كثير وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة لم يسمع من ابن عباس بل لم يره وقد قيل بينهما مجاهد فإن صح هذا في هذا الأثر فهو متصل لكن في الطريق إليه أبو صالح واسمه عبد الله بن صالح وفيه ضعف وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذا ولكنه ضعيف الإسناد أيضا لكن وقفنا على إسناد آخر له صحيح استدركته فيما تقدم في الصفحة التاسعة والخمسين والحمد لله ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور الأول أن القرآن يفسر بعضه بعضا وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدى الوجه توفيقا بين الآيتين الآخر أن السنة تبين القرآن فتخصص عمومه وتقيد مطلقة وقد دلت النصوص الكثيرة منها على أن الوجه لا يجب ستره فوجب تفسير هذه الآية على ضوئها وتقييدها بها فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره وهو مذهب أكثر العلماء كما قال ابن رجد في البداية واحد على تسع وثمانين ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد كما في المجموع ثلاثة على مائة وتسع وستين وحكاه الطحاوي في شرح المعاني اثنان على تسعة عن صاحبي أبي حنيفة أيضا وجزم في المهمات من كتب الشافعية أنه الصواب كما ذكره الشيخ الشربيني في الإقناع اثنان على مائة وعشرة لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شيء من الزينة لعموم قوله تعالى ولا يبدين زينتهن النور الآية الحديث والثلاثون وإلا وجب ستر ذلك ولا سيما في هذا العصر الذي تفنن فيه النساء بتزين مجوههن وأيديهن بأنواع من الزينة والأصبغة مما لا يشك مسلم بل عاقل ذو غيرة في تحريمه وليس من ذلك الكحل والخضاب لاستثنائهما في الآية كما تقدم ويؤيد هذا ما أخرجه بن سعد ثماني على مائتين وثمان وثلاثين ومائتين وتسع وثلاثين من طريق سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش من طريق سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن امرأة عن أخت حذيفة وكان له أخوات قد أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أليس لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال قد أدركتهن وإن إحداهن لتتخذ لكمها زرا تواري خاتمها وليس استشهاد في هذه الرواية بالحديث المرفوع وإن كان صريحا في ذلك لأن في إسناده المرأة التي لم تسمى وإنما هو بقول مجاهد تواري خاتمها فهو نص صريح فيما ذكرت والحمد لله على توفيقه ثم رأيت قول مجاهد بسند آخر صحيح عنه في مسند أبي يعلى ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وثمانين هذا وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الأحزاب الآية التاسعة والخمسون يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب عرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة فإن هذا مما يطمع الفساق فيها والتحرش بها كما هو مشاهد في كل عصر ومصر فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعا بالحجاب سدا للذريعة وأما ما أخرجه ابن سعد ثماني على مئة وست وسبعين أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة عن أبي صخر عن ابن كعب القراضي قال كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمة فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من جلابي بهن فلا يصح بل هو ضعيف جدا لأمور الأول أن ابن كعب القراضي واسمه محمد تابعي لم يدرك عصر النبوة فهو مرسل الثاني الثاني أن ابن أبي سبرة وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ضعيف جدا قال الحافظ في التقريب رموه بالوضع والثالث ضعف محمد بن عمر وهو الواقدي وهو مشهور بذلك عند المحدثين بل هو متهم وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السيوطي في الدر المنثور وبعضها عند ابن جرير وغيره وكلها مرسلة لا تصح لأن منتهاها إلى أبي مالك وأبي صالح والكلبي ومعاوية بن قرة والحسن البصري ولم يأتي شيء منها مسندا فلا يحتج بها ولا سيما أن ظاهرها مما لا تقبله الشريعة المطهرة ولا العقول النييرة لأنها توهم أن الله تعالى أقر إماء المسلمين وفيهن مسلمات قطعا على حالهن من ترك التستر ولم يأمرهن بالجلباب ليدفعن به إيذاء المنافقين لهن ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فيذهب بسببها إلى تقييد قوله تعالى ونساء المؤمنين الأحزاب الآية التاسعة والخمسون بالحرائر دون الإماء وبنوا على ذلك أنه لا يجب على الأمة ما يجب على الحرة من ستر الرأس والشعر بل بالغ بعض المذاهب فذكر أن عورتها مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة وقالوا فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وزراعها وساقها وصدرها وثديها وهذا مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة مخالف لعموم قوله تعالى ونساء المؤمنين الأحزاب الآية التاسعة والخمسون فإنه من حيث العموم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية النساء الآية الثالثة والأربعون ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط سبعة على مئتين وخمسين والظاهر أن قوله ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح وسبقه إلى ذلك الحافظ بن القطان في أحكام النظر وغيره وما أحسن ما قال ابن حزم في المحلى ثلاثة على مئتين وثمان عشر ومئتين وتسعة عشر وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده قال وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن ومن نتائج هذا المذهب أن الجلباب لا يؤمر به أصلا حين لا يتعرض الفساق أو حين لا توجد إماء كما في هذا العصر لانتفاء العلة وإذا انتفت العلة انتفى المعلول وقد صرح بهذا بعض من كتب في موضوع المرأة من المعاصرين فقال في رسالة القرآن والمرأة في الصفحة التاسعة والخمسين وننبه على أن الروايات قد ذكرت في شأن آية الأحزاب أن زي الحرائر والإماء كان واحدا وأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء بدون تفريق فنزلت الآية بالتمييز في الزي بالنسبة للحرائر حتى يعرفن فلا يؤذين بتعرضهم وبعبارة أخرى الذي هو إما زلت عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة وأن الحد على الزان بالحرة كالحد على الزان بالأمة ولا فرق وإن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام ولا يعارض ما تقدم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد فقالوا إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها وفي رواية وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه نقول لا مخالفة بين هذا الحديث وبينما اخترناه من تفسير الآية لأنه ليس فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي الحجاب ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقا إلا احتمالا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضا كما هو صريح في قوله في الحديث نفسه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ويقوي هذا الاحتمال أيضا ما سيأتي بيانه فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه وهي المراد من قولهم المتقدم سلبا وإيجابا فيتضح من هذا أن معنى قولهم وإن لم يحجبها أي في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه وأما قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في تفسير سورة النور بعد أن ذكر حديث أنس المتقدم قال في الصفحة السادسة والخمسين والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز فغريب ووجه الغرابة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي إقراره صلى الله عليه وسلم ولو صح هذا في نص صريح ولو صح هذا في نص صريح لكان حجة كافية في صحة دعوة الاختصاص ودليلا واضحا على تخصيص قوله تعالى ونساء المؤمنين بالحرائر ولرجعنا عما حررناه في الأعلى ولكني لا أراه ورد فضلا عن أن يصح وغاية ما في الباب حديث أنس ولم يرد ابن تيمية غيره وقد علمت ما فيه والله أعلم وقد كنت أود أن لا أدخل في بحث حجاب الأمة بهذا التفصيل لأنه غير زي موضوع اليوم لولا أن التحقيق العلمي اقتضى ذلك والخلاصة والخلاصة أنه يجب على النساء جميعا أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراره إياهن على ذلك ومن المفيد هنا أن نستدرك ما فاتنا في الطبعات السابقة من الآثار السلفية التي تنص على جريان العمل بذلك أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأقول الأول عن قيس بن أبي حازم قال دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم عنده أسماء بنت عميس تذب عنه وهي امرأة بيضاء موشومة اليدين كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر فعرض عليه فرسان فرضيهما فحملني على أحدهما وحمل أبي على الآخر الثاني عن أبي السليل قال جاءت ابنة أبي ذر عليها مجنبتا صوف سفعاء الخدين ومعها قفة لها فمثلت بين يديه وعنده أصحابه فقالت يا أبتاه زعم الحراثون والزراعون أن أفلسك هذه بهرجة فقال يا بني تضعيها فإن أباك أصبح بحمد الله ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه الثالث عن عمران بن حسين قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ أقبلت فاطمة رحمها الله فوقفت بين يديه فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجهها فقال إذني يا فاطمة فدنت حتى قامت بين يديه فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة وفرج بين أصابعه ثم قال اللهم مشبع الجاعة ورافع الوضيع لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قال عمران فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها وذهبت الصفرة كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم قال عمران فلقيتها بعد فسألتها فقالت ما جعت بعد يا عمران الرابع عن قبيصة بن جابر قال كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته في ثلاث نفر فرأى جبينها يبرق فقال أتحلقينه فغضبت وقالت التي تحلق جبينها امرأتك قال فادخلي عليها فإن كانت تفعله فهي مني بريئة فانطلقت ثم جاءت فقالت لا والله ما رأيتها تفعله فقال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات إلى آخره الخامس عن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء مصغبة أي جائعة قال فقال ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء السادس وفي تاريخ ابن عساكر وفي قصة صلب بن الزبير أن أمه أسماء بنت أبي بكر جاءت مصفرة الوجه متبسمة السابع عن أنس قال دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها عتقتي قالت لا قال فما بال الجلباب ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت فقام إليها فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن عمر رضي الله عنه عرف هذه الأمة مع أنها كانت متقنعة بالجلباب أي متغطية به وذلك يعني بكل وضوح أن وجهها كان ظاهرا وإلا لم يعرفها وإذ الأمر كذلك فقوله رضي الله عنه إنما الجلباب على الحرائر دليل واضح جدا أن الجلباب ليس من شرطه عند عمر أن يغطي الوجه فلو أن النساء كل النساء كن في العهد الأول يسترن وجوههن بالجلابيب ما قال عمر رضي الله عنه ما قال فليضم إذن هذا الأثر إلى الآثار المتقدمة عن ابنه عبد الله وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن الوجه ليس بعورة الثامن عن عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وأباها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوّقه في سبع أراضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها قلت هذا الأثر يرد على القائدين بأن وجه المرأة عورة ولا يجد كشف شيء منها إلا إن قالوا إن أجمل ما في المرأة عيناها وما دام أنها قد عميت فقد ذهب جمالها وبالتالي لم يبقى مجال لافتتان الرجال بها قلنا وهذا مع كونه يخالف طريق استدلالهم بحديث أفعميوان أنتما وهو ضعيف عندنا فلماذا إذن أبحتم لغير العمياء أن تستر وجهها بالنقاب وهو يكشف عن أجمل ما فيها التاسع عن عطاء بن أبي رباح قال رأيت عائشة رضي الله عنها تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا العاشر عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ أسألها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتوضأ عندها فأتيتها فأخرجت إلي إناء يكون مدا فقالت بهذا كنت أخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم للوضوء الحديث الحادي عشر عن عروة بن عبد الله بن قشير أنه دخل على فاطمة بنت علي بن أبي طالب قال فرأيت في يديها مسكا غلاظ في كل يد اثنين اثنين قال ورأيت في يدها خاتما إلى آخره الثاني عشر وعن عيسى بن عثمان قال كنت عند فاطمة بنت علي فجاء رجل يثني على أبيها عندها فأخذت رمادا فسفت في وجهه الثالث عشر وعن يحيى بن أبي سليم قال رأيت سمراء بن تنهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوت تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الرابع عشر عن ميمون هو بن مهران قال دخلت على أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضربت على حاجبها قال وكان فيه قصر فوصلته بسير قال وما دخلت في ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية الخامس عشر عن معاوية رضي الله عنه دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء ورأيت أبا بكر رضي الله عنه أبيض نحيفا السالس عشر عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها فسأل الرجل قال فأنكر ذلك وكتب فيه إلى معاوية رضي الله عنه قال فكتب أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال ودين قال ففعل قال وجاءت المرأة متقنعة كنت قد وهمت في إراد هذا الأثر في جملة ما يدل على جريان العمل على ستر الوجه من النساء في العهد الأول ثم تبين لي أن الأمر على العكس من ذلك لأن التقنع هو ستر المرأة لرأسها دون وجهها كما شرحته في مقدمة هذه الطبعة فهو من الأدلة الكثيرة التي لا ترضي المتعصبين لمذاهبهم والمتشددين في أقوالهم والله أعلم بسلوكهم مع نسائهم ولذلك نقلت هذا الأثر إلى هنا مشروعية ستر الوجه هذا ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة وتنطع في الدين كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين القفاز ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها والساعد أحيانا من البرد أو عند معاناة الشيء كغزل ونحوه وهو لليد كالخف أو الجورب للرجل النقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور في الصفحة السادسة والخمسين وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللات لم يحرم وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن والنصوص متضافرة على أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول الأول عن عائشة قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم فدخلت عليه فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن وفي الحديث دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها فدل على أنها كانت مستورة الوجه وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تعرف بجسامتها فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تعرف من شخصها وذلك بأن لا تخرج من بيتها ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج قال الحافظ رحمه الله في شرحه للحديث المذكور إن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام وحجب نساءك وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً ولو كن مستترات فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهم دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج وقال القاضي عياض فرض الحجاب مما اختصصن به أي أمهات المؤمنين فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز قال الحافظ ثماني على خمسمائة وثلاثين ثم استدل بما في الموطأ أن حفظة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها وأن زينب بن تجحش جعدت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان للأشخاص وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو بعده قال قد أدركت ذلك بعد الحجاب الثاني وعنها أيضا في حديث قصة الإفك قالت فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج من الدلجة بالضم وهو السير من أول الليل فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وفي رواية فسترت وجهي عنه بجلبابي الحديث الثالث عن أنس في قصة غزوة خيبر واصطفائه صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ولم يعرس بها أي لم يدخل بها فلما قرب البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه فأبت ووضعت ركبتها على فخذه وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه الرابع عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه الخامس عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام السادس عن صفية بنت شيبة قالت رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة السابع عن عبد الله بن عمر قال لما اجتل النبي صلى الله عليه وسلم صفية رأى عائشة منتقبة وسط الناس فعرفها الثامن عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف قال كان عثمان ينادي ألا لا يدن إليهن أحد ولا ينظر إليهن أحد وهن في الهوادج على الإبل فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب وكان عثمان وعبد الرحمن بذنب الشعب فلم يصعد إليهن أحد ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم وأن النساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك الأول عن عاصم الأحول قال كنا ندخل على حصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة هو الجلباب قال فتقول لنا أي شيء بعد ذلك فنقول وأن يستعففن خير لهن فتقول هو إثبات الحجاب وقد احتج لما ذكرنا بعض المتأخرين بما أخرجه أبو داود واحد على ثلاثمائة وتسع وثمانين من طريق فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابن لها وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة فقالت إن أرز ابني فلن أرزأ حيائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهدين قالت ولمذاك يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب فهذا نص صريح في فضيلة النقاب لأنها عدته من الحياء وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما كان لنا أن نحتج بمثل هذا الإسناد فقد قال البخاري عبد الخبير هذا روا عنه فرج بن فضالة حديثه ليس بالقائم فرج عنده مناكير وقال أبو حاتم الرازي عبد الخبير حديثه ليس بالقائم منكر الحديث كما في مختصر المنذري ثلاث على ثلاثمائة وتسع وخمسين ومن هذا القبيل ما في ترجمة عبيد بن عمر المكي من ثقات العجلي صفحة ثلاثمائة واثنتين وعشرين بيروت قال كانت امرأة جميلة بمكة كان لها زوج فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتتن به قال نعم قالت من قال عبيد بن عمير قالت فأذن لي فلافتننه قال قد أذنت لك فأتته فاستفتته فخلى معها في ناحية من المسجد الحرام قالت فأسفرت عن مثل فلقة القمر فقال لها يا أمة الله اتق الله تنبيه مما لا شك فيه أن المراد بالوجه ما تقدم بيانه في الصفحة الحادية والأربعين وكما هو معروف في كتب الفقه أن حده من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن وهذا هو الذي يمكن أن يفهم مما ذكره أهل اللغة في أصل معنى الوجه فقال الأصبهاني في مفرداته أصل الوجه الجارحة ولما كان الوجه أول ما يستقبلك وأشرف ما في ظاهر البدن استعمل في مستقبل كل شيء وفي أشرفه ومبدئه إذا تبين هذا فقول الأستاذ المودودي في تعقيبه في الصفحة الحادية والعشرين أما الوجه فلا يراد به قرص الوجه فقط بل هو شامل للأذنين أيضا بموجب العرف العام كذا قال ولا أعرف له وجها بل هو مخالف لما عليه أهل العلم في تحديد الوجه بما سبق ومباين لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس الثاني عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة ست وثمانين ومئتين وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرا فأنكر فقال القاضي شهودك قال قد أحضرتهم فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته فقام الشاهد وقال للمرأة قومي فقال الزوج تفعلون ماذا قال الوكيل ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها فقال الزوج وإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها فردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها فقالت فإني أشهد القاضي أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة فقال القاضي يُكتب هذا في مكارم الأخلاق فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومما تقدم بيانه يتضح ثبوت الشرط الأول في لباس المرأة ألا وهو أن يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها فائدة مهمة قوله تعالى في آية النور المتقدمة في أول هذا الشرط أو نسائهن يعني المؤمنات كما قال مجاهد وغيره من السلف خلافا لبعض المعاصرين فإنه زعم أن المعنى الصالحات من النساء سواء كن مسلمات أو كافرات قال الشوكاني في فتح القدير أربع على اثنين وعشرين وإضافة النساء إليهن تدل على اختصاص ذلك بالمؤمنات وقال البيهقي في كتاب الآداب في الصفحة السابعة بعد الأربع مئة لبنان وأما قوله نسائهن فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء من أهل الكتاب فمنع ذلك وفي رواية أخرى فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها قلت الرواية الأولى عند البيهقي في السنن سبعة على خمس وتسعين من طريق عيسى بن يونس ثنى هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي عن عبادة بن نسيي الكندي قال كتب عمر إلى آخره ورواه بن جرير أيضا ثمانية عشر على خمس وتسعين قلت ورجاله ثقات لكنه منقطع فإن عبادة لم يدرك عمر رضي الله عنه بينهما نسي والد عبادة هكذا رواه سعيد بن منصور في سننه كما في تفسير بن كثير ثلاثة على مئتين وأربع وثمانين ومن طريقه البيهقي ثنى إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال كتب عمر إلى آخره الرواية الأخرى ورجاله ثقات غير نسي فإنه لن يوثقه غير بن حبان خمسة على أربعمائة وثنتين وثمانين وقال الحافظ في التقريب مجهول قلت لكن المعنى المذكور متفق عليه بين المفسرين المحققين كابن جرير وابن كثير والشوكاني وغيرهم ممن لا يخرج عن التفسير المأثور ولا يعتد بآراء الخلف إذا تبين ذلك فاعلم أن من الخطورة بمكان مبتلي به كثير من أغنياء المسلمين اليوم من استخدام النساء الكافرات في بيوتهم لأنه لا يخل الأمر من أن يقع الزوجان أو أحدهما في الفتنة والمخالفة للشريعة أما الزوج فواضح لأنه يخشى أن يزني بها وبخاصة أنه لا عفة عندهم بحكم كونهن كافرات لا يحرن ولا يحلل كما صرح بذلك القرآن الكريم بحق أهل الكتاب فكيف يكون حال الوثنيات كالسريلانكيات التي لا كتاب لهن وأما بالنسبة للزوجة فمن الصعب جدا على أكثر مسلمات هذا الزمان زوجات وبنات بالغات أن يحتجبن من تلك الخادمات كما تحتجب من الرجال إلا من عصم الله وقليل ما هن ولو أننا فرضنا سلامة الزوجين من الفتنة فلن يسلم أولادهما من التأثر بأخلاقهن وعاداتهن المخالفة لشريعتنا هذا إذا لم يقصدن إفساد تربيتهم وتشكيكهم في دينهم كما سمعنا بذلك عن بعضهن هذا ولقد بلغني عن أحد المفتين والعهدة على الراوي أنه سئل عن استخدامهن فأجاب بالجواز لأنهن عنده بمنزلة السبايا والجوار التي استحلت شرعا بملك اليمين فأخشى ما أخشاه أن يصل الأمر بمثل هذا المفتي أن يستحل أيضا وطأهن قياسا على ملك اليمين وبخاصة أن هناك من أسقط الحد عن منزن بخادمته ولو كانت مسلمة بشبهة استئجاره إياها قال ذلك بعض الآرائيين القدامى فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا ما أردت بيانه للناس حول هذه المسألة لعل الله ينفع بها من قد يكون غافلا عنها وينفع من كان معرضا عن العمل بها وهو سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى أقوام طريق الشرط الثاني أن لا يكون زينة في نفسه لقوله تعالى في الآية المتقدمة من سورة النور ولا يبدين زينته النور الآية الحادية والثلاثون فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها ويشهد لذلك قوله تعالى في الأحزاب في الآية الثالثة والثلاثين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم يعني لأنهم من الهالكين رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم والتبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة وهذا كما ترى بين لا يخفى ولذلك قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر في الصفحة الحادية والثلاثين بعد المئة ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها وكل ذلك من التبرج الذي يمقط الله عليه ويمقط فاعله في الدنيا والآخرة ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء قلت وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عمران بن حسين وغيره وزاد أحمد وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا والأغنياء وهذه الزيادة منكرة كما حققته في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 2800 من المجلد السادس يسر الله طبعته قلت ولقد بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك والزنا والسرقة وغيرها من المحرمات وذلك حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن لا يفعلن ذلك فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهدية الأولى وقال الآلوسي في روح المعاني ستة على ست وخمسين ثم أعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهية عنها إبداؤها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابها ويستترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبهر العيون وأرى أن تنكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة وقد عمت البلوى بذلك ومثله ما عمت البلوى أيضا من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولتهم وعدم مبالات بعلتهن بذلك وكثيرا ما يأمرونهن به وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياما إلى أن يعطوها شيئا من الحري ونحوه فتبدو لهم ولا تحتجب منهم بعد وكل ذلك مما لم يأذن به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بغير البياض أو السواد كما يتوهام بعض النساء الملتزمات وذلك لأمرين الأول قوله صلى الله عليه وسلم طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وهو مخرج في مختصر الشمائل مائة وثمانية وثمانين والآخر جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ بن أبي شيبة في المصنف ثمانية على ثلاثمائة وإحدى وسبعين وثلاثمائة واثنتين وسبعين الأول عن إبراهيم وهو النخعي أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر الثاني عن ابن أبي مليكة قال رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر الثالث عن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة وفي رواية عن القاسم أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة الرابع عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفرة وهي محرمة الخامس عن سعيد بن جبير أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة الشرط الثالث أن يكون صفيقا لا يشف لأن الستر لا يتحقق إلا به وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات زاد في حديث آخر لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا قال ابن عبد البر أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر اندخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جيبها فشقته عائشة عليها وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ثم دعت بخمار فكستها وعن هشام بن عروة أن المنذر بن الزبير قديم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها مروية ثياب مشهورة بالعراق منسوبة إلى مرب قرية بالكوفة وقوهية من نسيج قوهستان ناحية بخراسان كما في الأنساب للسمعاني قال فلمستها بيدها ثم قالت أفن ردوا عليه كسوتها فشق ذلك عليه وقال يا أمة إنه لا يشف قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف وعن عبد الله بن أبي سلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسى الناس القباطي جمع القبطية قال في النهاية هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى القبطة وهم أهل مصر وضم القاف من تغيير النسب وهذا في الثياب فأما في الناس فقبطي بالكسر ثم قال لا تدرعها نساؤكم فقال رجل يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف فقال عمر إن لم يكن يشف فإنه يصف وفي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف كان من المقرر عندهم أنه لا يجوز وأن الذي يشف شر من الذي يصف ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها إنما الخمار ما وار البشرة والشعر صحيح وقالت شميسة دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد كذا في الأصل المنقول عنه بالسين المهملة والمثنات التحتية ثم دال المهملة ولم يتبين لي معناها المناسب للسياق ولعلها السيراء وهي على وزن العنباء نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه حرير الصفاق ودرع وخمار ونقبة ثوب كالإزار يشد كما تشد السراويل قد لونت بشيء من عصفر من أجل ذلك كله قال العلماء ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو رق بالفتح ويكسر جلد رقيق يكتب فيه فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز لأن الستر لا يحصل بذلك فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز لأن الستر لا يحصل بذلك وقد عقد ابن حجر الهيتمي في الزواجر واحد على مائة وسبع وعشرين بابا خاصا في لبس المرأة ثوبا رقيقا يصف بشرتها وأنه من الكبائر ثم ساق فيه الحديث المتقدم في الصفحة الخامسة والعشرين بعد المئة ثم قال وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد ولم أر من صرح بذلك إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال قلت وتأتي الأحاديث في لعن المتشبهات بالرجال عند الكلام على الشرط السادس الشرط الرابع أن يكون فطفالا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفطفاض الواسع وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشر فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى فوجب أن يكون واسعا وقد قال أسامة بن زيد كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال ما لك لم تلبس القبطية قلت كسوتها امرأتي فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف عظامها فقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة وهي شعار يلبس تحت الثوب ليمنع بها وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول ولذلك قال الشوكاني في شرح هذا الحديث 2 على 97 ما نصه والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطية ثياب رقيق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها وهو كما ترى قد حمل الحديث على الثياب الرقيقة الشفافة التي لا تستر لون البشرة فهو على هذا يصلح أن يورد في الشرط السابق ولكن هذا الحمل غير متجه عندي بل هو وارد على الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتها ولو كانت غير رقيقة وشفافة وذلك واضح من الحديث لأمرين الأول أنه قد صرح فيه بأن القبطية كانت كثيفة أي فخينة غليظة فمثله كيف يصف البشرة ولا يسترها عن رؤية الناظر ولعل الشوكاني رحمه الله ذهل عن هذا القيد كثيفة في الحديث ففسر القبطية بما هو الأصل فيها الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح فيه بالمحذور الذي خشيه من هذه القبطية فقال إني أخاف أن تصف حجم عظامها فهذا نص في أن المحذور إنما هو وصف الحجم لللون فإن قلت فإذا كان الأمر كما ذكرت وكانت القبطية ثخينة فما فائدة الغلالة قلت فائدتها دفع ذلك المحذور لأن الثوب قد يصف الجسم ولو كان ثخينا إذا كان من طبيعته الليونة والانثناء على الجسد كبعض الثياب الحريرية والجوخ المعروفة في هذا العصر فأمر صلى الله عليه وسلم بالشعار من أجل ذلك والله تعالى أعلم وقد أغرب الشافعية فقالوا أما لو ستر اللون ووصف حجم الأعضاء فلا بأس كما لو لبس سروالا ضيقا قالوا ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها ليتجافى عنها ولا يتبين حجم أعضائها ذكره الرافعي في شرحه أربع على اثنتين وتسعين ومائة وخمسة بشرح المهذب قلت فعلى رأيهم هذا يجوز للمرأة اليوم أن تخرج لابسة هذه الثيابة الضيقة التي تلتصق بالجسم وتصفه وصفا دقيقا حتى ليخال من كان بعيدا عنها أنها عارية كهذه الجوارب اللحمية التي تصف حجم الساقين والفخذين وتزيدهما جمالا بل التبان الذي يصف العضو نفسه لو أن امرأة لبست مثل هذا اللباس جاز ذلك عندهم لأنها سترت اللون به ولو أعطت المرأة لون أجمل من لونها الطبيعي فهل يقول بجواز هذا اليوم مسلم فهذا من الأدلة الكثيرة على وجوب الاجتهاد وترك التقليد فهل من مدكر وبهذه المناسبة أقول إن كثيرا من الفتيات المؤمنات يبالغن في ستر أعلى البدن أعن الرأس فيسترن الشعر والنحر ثم لا يبالين بما دون ذلك فيلبسن الألبسة الضيقة والقصيرة التي لا تتجاوز نصف الساق أو يسترن النصف الآخر بالجوارب اللحمية التي تزيده جمالا وقد تصلي بعضهن بهذه الهيئة فهذا لا يجوز ويجب عليهن أن يبادرن إلى إتمام الستر كما أمر الله تعالى أسوة بنساء المهاجرين الأول حين نزل الأمر بضرب الخمر شققن مروطهن فاختمرن بها ولكننا لا نطالبهن بشق شيء من ثيابهن وإنما بإطالته وتوسيعه حتى يكون ثوبا ساترا لجميع ما أمرهن الله بستره ولقد رأينا كثيرا من الفتيات المغرورات ببعض من يزعمن أنهن من الداعيات قد جعلن شعارا لهن تقصير ثيابهن إلى نصف الساق مع لبس الجوارب التي تحجم السيقان مع وضع الخمار الإشارب فقط على رؤوسهن دون الجلباب على الخمار كما هو نص القرآن الكريم على ما تقدم بيانه وهن بذلك لا يشعرن أنهن يحشرن أنفسهن في زمرة من قال الله تعالى فيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فإلى المخلصات منهن أوجه نصيحة هذه أن لا يؤثرن على اتباع الكتاب والسنة تقديد حزب أو شيخ بلها شيخة والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الأعراف الآية الثالثة والقول بالاستحباب فقط ينافي ظاهر الأمر فإنه للوجوب كما تقدم وعبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم قريب مما ذهبنا فقد قال واحد على ثمان وسبعين وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة والمرأة في ذلك أشد حالا من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع وأحب إلي أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لألا يصفها الدرع وقد قالت عائشة رضي الله عنها لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيهم درع وجلباب وخمار وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به وإنما كانت تفعل ذلك لألا يصفها شيء من ثيابها وقولها لابد دليل على وجوب ذلك وفي معناه قول ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة وهذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بين الخمار والجلباب على المرأة إذا خرجت انظر الصفحة الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين ومما يحسن إيراده هنا استئناسا ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها فقالت أسماء يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة من الرجل فإذا ميت أنا فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنهما فانظر إلى فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر التي يلبسن من هذه الثياب الضيقة التي تصفن هدهن وخصورهن وألياتهن وسوقهن وغير ذلك من أعضائهن ثم ليستغفرن الله تعالى وليتبن إليه وليذكرن قوله صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ترجمة نانسي قنقر